مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان حلقة نهاية الإسبوع من البيت الكبير أكيد كلنا متطلعين إن شاء الله لمباراة الغد مباراة النادي الأهلي مع سيمبة التنزاني في نهاية دور المجموعات في المشوار الأفريق زي ما حضراتكم عارفين أكيد طبعا التأهل اتحسن بشكل كبير جدا لكن هناك أهداف كتيرة جدا للنادي الأهلي إن شاء الله كلها تتحقق بكرة إن شاء الله نكسب بشكل كويس بأداء كويس زي دي كمان الرسائل اللي بعتها كمان يمكن سامي أمصان مدرب الفريق إن ما فيش عند النادي الأهلي مباراة تحصيل حاصل تحصيل حاصل دي مش موجودة في قموس النادي الأهلي كل مباراة ليه أهدافها إن شاء الله هنتطمن على فرقتنا من خلال حلقتنا النهاردة كل اللي يخص فرقتنا استعدادات النهاردة راحوا معسكر استعداد للمباراة كل التفاصيل ديت حتى على الشكل الفني هل مسماني هيلعب بنفس التشكيل هل فيه وجوه جديدة هتخش التشكيل فريق سنبا التنزاني كمان وتفوقه يعني بجدارة في دور المجموعات كمان هنشرحه بشكل مفصل نهاردة إن شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة في البيت الكبير لكن طبعا في الأول بنرحب بزملتس هام سهل خاري على جيس هام مساء الخير كابتن هاني جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان مساء الخير وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير حلقة نهاية الأسبوع البيت اللي بيجمعنا كلنا ما فيش شك طبعا إن إحنا النهاردة مترقبين المطش أمام سنبا غدا إن شاء الله بتفصلنا عنه ساعات قليلة جدا ما بين إن انت النهاردة دي مباراة تحصيل حاصل وما بين إنها مباراة مهمة جدا من حيث أداء اللعيبة علشان الكل بيترقب البطل بطل القرن الأفريقي أداء بكرة هيكون عامل إزاي والمنتظر إنه يقابل أحد الأندية القوية جدا في الربع النهائي أو دور التمانية ده اللي هنتكلم فيه يمكن ده محور حدثنا في اللي جاي أو فقراتنا الحوارية بنعنى أصح بكرة المباراة على ملعب الأهلي وي السلام هيكون يعني أول مرة هنشوف في الأهلي وي السلام صورة جميلة جدا صورة الحقيقة يعني جدية طاليق ببطل القرن الأفريقي زي ما أعلنت شركة استادات الوطنية وكنا بنغطي الحدث ده معاكم كشفت عن الشكل الجديد للاستاد وإحنا عرضنا هنا الصور الأولى ليها وإن شاء الله يكون فتحة خير على فريقنا فريق النادي الأهلي والأهلي ده شنو بكرة بإذنك يا رب بانتصار كبير وأداء رائع يسعد كالعادة كل جماهيره زي ما قال الكابتن هني في الفقرة الأولى هنعرف طبعا من خلال الأخبار اللي معانا إيه آخرة استعدادات فرقتنا آخر الأخبار الرياضية سواء على السحر المحلية أو العالمية كمان النهاردة في أحداث ومباريات ساخنة جدا بعد كده يعني في فقرة حوارية أولى مع نقد الرياضي كريم سعيد علشان نستعرض معاه اللي بيدور على السحر دي هو من وجهة نظره هل المباراة دي فعلا تحصيل حاصل ولا يجب علينا أن نؤدي أداء حسنا علشان يعني يكون النظار لأي منافس قادم هيلاقي الأهلي ده اللي احنا نتكلم فيه كابتن هاني وضيفه كريم سعيد في الفقرة الأولى في الفقرة الثانية معانا نجم النادي الأهلي وطبعا اللاعب السابق وحرس المرمى الكبير السابق اللي مسؤول حاليا عن أكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد كابتن أمير عبد الحميد وكلام كتير مع كابتن أمير الحقيقة برضو حوالين مباراة الغد أكيد مباراة أكيد مهمة ما تنسوش سؤال حلقتنا النهاردة في البيت الكبير هنعرضه دلوقتي حالا على الشاشة بخصوص مباراة الأهلي وسمبة بكرة إن شاء الله وهو سؤال بسيط الحقيقة تتوقع إيه الأهداف أو إيه النتيجة تخرج بإيه ومين اللي هيحرز الأهداف نتيجة المباراة ومن سيحرزها ده هننتظر طبعا إجابات حضراتكم سواء على فيسبوك تويتر إنستجرام وده هنعرضه مع حضراتكم في آخر فقرة مع كابتن أمير إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يعني منتظرين طبعا حضراتكم وتوقعاتكم إن شاء الله فوز النادي الأهلي وكمان مين اللي يحرز أو مين الأقرب لإحراز أهداف النادي الأهلي بكرة إن شاء الله في مباراة سيمبا التنزيل طيب يمكن في الفترة اللي فاتت كان فيه شوية جدل في الأيام الأخيرة أو الأسباع الأخيرة بمناسبة مباراة القمة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم 18 إن شاء الله حضراتكم عارفين من يمكن من يعني سنين طويلة جدا نادي الأهلي ونادي الزمالك بيكون الحكام حكام دولية أوروبية من على المستوى الأوروبي يمكن اتحاد الكرة في الأيام اللي فاتت كده زي ما بقول لحضراتكم يمكن طلع يعني شوية فرقعة كده بيقول لا إحنا عندنا مشكلة في استخدام بعض الحكام الأجانب علشان فيروس كورونا وبدأ بالفعل يعني يطلع بعض أسماء الحكام المصريين المرشحين لإدارة مباراة النادي الأهلي والزمالك لكن عايز أقول لحضراتكم إن يمكن النادي النهاردة نادي الزمالك قدم يعني بيقول لا إحنا إحنا متمسكين إن يكون المباراة فيها حكام أجانب كذلك كمان النادي الأهلي يعني انتحاد الكرة قال لا النادي الأهلي موافق لا النادي الأهلي مش موافق نادي الأهلي يعني متمسك برأيه وده في صالح الجميع في الظروف الحالية اللي بنمر بيها أو في خلال مشوار الدولي من الطبيعي جدا جدا أن يكون الحكام أجانب النهاردة كمان كابتن محمود الخطيب رئيس نادي كان يعني بيقدر أكيد يعني بيعبر عن تقديره الكبير للتحكيم المصري والحكم المصري وكمان بيأكد أن المطالبة بإسناد مباراة القمة إن شاء الله يوم 18 اللي جاي لحكام أجانب ده لا يعني أبن التقليل من شأن الحكم المصري بالعكس كلنا صفورت للحكام المصريين وكلنا دايما وراء الحكام المصريين لكن كمان عايز أقول لحضراتكم أن الكابتن محمود الخطيب لا يعني حتى فيه خلال يمكن وجوده في الاحتفالية اللي فاتت بمناسبة اليوم العالمي للرياضة لنشر السلام أعتقد كمان كان فيه لقاء مع السيد أحمد مجاهد وقاله أن احنا متمسكين برأينا أنه يكون فيه حكام أجانب موجودين في مباراة النادي الآل والنادي الزمالك كالعادة يعني كان اتحاد الكورة كمان نخلي بالي كسام أنه كان بيقول بيعين حكام لمباراة المباراة القادمة وكمان مباراة مباراة القمة التانية اللي هتقوم في إبريل فاعتقد الشخصي لا النادي الآهلي كابتن محمود الخطيب بكل أمانة وكل صراحة قال الأستاذ أحمد مجاهد لا احنا بنحترم التحكيم المصري ولكن عندك من الوقت الكافي أنك تبعت لحكام أجانب من الصف الأول من الدوريات الأوروبية الكبيرة علشان تحكم هذه المباراة وفي اعتقاد الشخصي ده في صالح كمان الدوري في صالح الكورة مصرية دلوقتي كلنا سوفورت للحكام المصريين كلنا بندعم الحكام المصريين لكن أنا بتكلم على موقف النادي الآهلي اللي كان صراح جدا أن الكابتن محمود الخطيب قال للسيد أحمد مجاهد احنا متمسكين أو احنا رفضين التحكيم المصري دلوقتي لكن كل التأدير لي لكن عايزين حكام أجانب ده النص يمكن كابتن محمود الخطيب قاله لما قال أنا التقيد بالمهندس أحمد مجاهد رئيس التحاد الكورة من يومين في احتفالية طبعا اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام وده يمكن غطناه هنا كمان مع حضراتكم وده قيمة أو كانت بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والحقيقة السيد أحمد مجاهد أبدى رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء فكم رد رئيس النادي كابتن محمود الخطيب واضح في هذا الشأن بأن الفترة الحالية لا تحتمل ذلك ولابد من اختيار طاقم تحكيم أجنبي في مباراة القمة تحديدا من طبعا التصنيف الأول على المستوى أو مستوى العالم لكن يمكن كمان هذا المحكم أو هذا التحكيم يعني هيكون صاحب أكيد خبرات دولية كبيرة وأن فيه وقت الحقيقة وأنه كاف يعني اتحاد الكورة يقوم بمخطبة الاتحادات الأوروبية في هذا الشأن ده 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 اللي تقال أن فيه وقت كافي وأن النادي الأهلي وبيطلب حكام أجانب وتاني بنقرر أن كابتن محمود كمان قال إن كل التقدير لحكامنا المصريين ودايما سبهورتي لكن فعلا الوقت مش مناسب دلوقتي وده مش يعني أنا لكمان ليه أصدقاء كثير على مستوى نادي الزمالك كلهم أصدقاء وكلهم كانوا بيتكلموا في نفس المنطق إن احنا يعني مش في الوقت ده الأفضل وجود حكام أجانب وده مطلب النادي الأهلي وأكيد أعتقد كمان مطلب نادي الزمالك طيب نروح لأجواء فرقيتنا النهاردة زي ما بقول لحضراتك واستعدادات النهاردة كانت النهاردة كان فيه النهاردة الصبح كان فيه تأسيمة أو تمرين للنادي الأهلي حضراتكوا عارفين إن دايما قبل المباراة بيوم بيكون فيه تمرين وبعدين بنفتغل إلى المعسكر النهاردة إن شاء الله بإذن الله الفريق بيروح معسكر وإن شاء الله بكرة مباراة كبيرة جدا في اعتقاد الشخص لها أهداف كبيرة زي ما الكابتن سيد عبد الحفيز قال والكابتن سامي أمصان قال وكمان موسماني قال إن المباراة إن شاء الله ليها أهداف خاصة مباراة الأهلي والسيمة الحقيقة حقدت لجزئية خاصة وجزئية مختلفة شوية عن الفنيات حضراتكوا وفاكرين طبعا إن النادي الأهلي دايما هو الصباق ودايما فيه فرق أفريقية كتير جدا جيدة بيتيجي وتستفيد من النادي الأهلي إن النادي الأهلي في الفترات ويمكن فيه علام يعني سؤال كده بيطرح سيمة هذا التفوق في دور المجموعات كان سبب إيه أعتقد سبب إن هم وضعوا خطة طويلة الأجل خطة مستقبلية لناديهم أعتقد بدأوا يجنوا هذه السمار دلوقتي وكان من هذه الخطة كمان زيارة النادي الأهلي عضراتكوا عارفين يمكن من سبع شهور تقريبا كان فيه وفد من سيمبة التنزاني متواجد في النادي الأهلي اللي نقل الخبرات الكبيرة اللي وصل لها النادي الأهلي نجحات كتير جدا وبيحاول يعني يوصل لما وصل لنادي الأهلي النادي الأهلي نادي كبير أكبر للأندية الأفريقية رمز للكرة الأفريقية بشكل كبير جدا وكان طبعا بيمثل البعثة دي على رأسها طبعا كان رئيس النادي والنادي الأهلي كمان كان عايز أقول لحضراتكوا استقبل هذا الوافد كان عادة بالترحيب وأبدأ استعداده كمان لتقديم الخدمات على مستوى الكوادر على مستوى الإدارة على المستوى الفني فعايز أقول لحضراتكوا من جزء آخر أن كمان سيمبا التنزاني أعتقد كان عامل يعني مشوار على مشوار خمس سنين أو رحلة خمس سنين للوصول لما وصل لنادي الأهلي وهو في الطريق اللي دايس هام أن وجوده في النادي الأهلي خلال السبع شهور الفات وأعتقد الداله خبرات والداله يمكن سكة يمشي فيها عشان يوصل لمستويات عليه اللي احنا بنشوفها دلوقتي يمكن سيمبا أعتقد أنه هو يمكن الحصان الأسود في دور المجموعات على المستوى الليعب على المستوى الفني على كمان المستوى الاقتصاد أعتقد كمان هما ماشيين بشكل أكثر من رائع عايز بس كنت بفكر الناس أن هما بوم للنادي الأهلي من سبع شهور وحاولوا إن شاء الله وبيحاولوا يمشوا في نفس طريق النادي الأهلي ده حقيقة طبعا زي ما كابتن هاين بيقولي يمكن النهاردة فيه تطور كبير جدا في مستوى نادي سنبا اللي بالمناسبة تم تحويله شركة مستوى من ثلاث سنين وده كان له الحقيقة تأثيره على تطوره تطور هذا النادي ويمكن كان كابتن محمود الخطير زي ما كابتن هاين بيقول كان بيستقبل هذا الوابط من نادي سنبا في شهر سبتمبر اللي فات تحديدا وكان ده في مقار النادي في التتشو كان الحقيقة يعني كان على رأس الوفد ده باربرا جونزالز الرئيس التنفيذي للنادي ما لومه أريك ده عضو مجلس إدارة سنبا كان بيأكد اليوم كابتن خطيب أنه دائما بيرحب النادي الأهلي بيرحب بخدمة أنديت القارة السمراء وده اللي تعودنا عليه من النادي الأهلي الحقيقة أنه دايما ينقل خبراته كوادرو في كافة المجالات لمساعدة أي نادي مش بس نادي سنبا في أي مشروع سواء حالي أو مستقبلي فهو ده اللي احنا دايما بنؤكد عليه المهم تمام اللي يعرفك قيمة النادي الأهلي الكبيرة وقتها أن باربرا جونزالز الرئيس التنفيذي لنادي سنبا قالت أن تواجدها في النادي الأهلي عملاق القرى الأفريقية دي حاجة تاريخية وقالت أن احنا في سنبا بنسعى بنسعى الاستفادة من الأهلي في شتى المجالات عشان طبعا النادي الأهلي هو أستاذ القرى وإحنا تلاميذ على لسانها طبعا عايزين نتعلم من صاحب السبق الكبير في كل حاجة الجميل كمان أن فريق سنبا ومسؤولي نادي سنبا بيقدروا قيمة ومكانة النادي الأهلي بشكل كبير جدا وصدقوني أنا ما بقولش كده يعني على سبيل الكلام وعلى سبيل التصرحات لا يعني بعد تصرحات بربرة جونزاليس الرئيس التنفيذي اللي سنبا واللي قالت فيه بالنص أن النادي الأهلي هو النموذج الحقيقي للأنديت قرة القدم في القرى الأفريقية وتحط ما بين دي قوسين ليس فقط على داخل الملعب يعني هي بتتكلم على النجاحات داخل الملعب لا كمان خارج الملعب يعني على مستوى الإدارة على مستوى الأداء الفني هي قالت أننا هنا في القرى بنستمتع طبعا بالتجهزات والملاعب ومقاومات النادي المختلفة زي ما بقول لحضراتكم كانت إشادة أعتقد إشادة في محلها وزي ما قلت لك يا سام بدأ نادي سنبا زي أنت بتقولي بدأ عمل شركة مساهمة من ثلاث سنين بدأ يحط رجله أنه عايز يبقى من الأندية الكبرى في أفريقيا وأعتقد عندهم هذه الإمكانيات وهذه المقاومات أنه خلال سنين ممكن جدا يكون سنبا تنزالي من الفرق فعلا الصف الأول زي النادي الأهلي والتراجي طبعا وعندهم نموذج يحتدى به النهاردة هو النادي الأهلي أكيد والنهاردة الحقيقة يمكن زي ما احنا عارفينه أن احنا بكرة هنخذ مباراة غدا في ختام طبعا دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا على أستاذ الأهلي والسلام زي ما قلنا بعد ما تم تطويره وظهر شكله الجديد وأعلنت عنه شركة استادات الوطنية اللي بتدير المنشآت الرياضية كلنا شفنا قد إيه الملعب ظهر بشكل أكتر من رائع احنا بنتكلم في أقل من سنة على تسلمه من شركة استادات الوطنية اللي النهاردة بتتولى ملف الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي طبعا الشكل الجديد زي ما احنا قلنا مش مجرد شكل ومش مجرد استاد فيه يعني كلام معبر طالع من جمهور النادي الأهلي هو وده الحقيقة يعني قيمة قيمة الاستاذ أفتكر في هذه يعني الجمل أو العبارات أو الرسائل دي يمكن قلنا مبارح أنه أشهر العبارات مستوحى منين جماهيره العريضة اللي بالملايين ويمكن الشكل ده النهاردة بيناهل شهادات وساعة حتى على المستوى الأفريقي مش بس هنا صحيح طبعا الصورة رائعة زي ما بنقول صورة لي باسم النادي الأهلي وكان النادي الأهلي الشكل ده زي ما انت قلت يمكن أشاد به على المستوى الأفريقي بشكل كبير جدا جدا اللي ظهر به استاذ الأهلي والسلام وده ظهر من خلال الإعلام الأفريقي اهتمام صفحات السوشيال ميديا يعني مبدأة الاهتمام الكبير بهذا الاستاذ بالإشادة بالاستاذ الشكل الجديد وطبعا شركة استاذات بتعمل بصراحة مجهود أكتر من رائع وتحدي كبير جدا 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 لكن الصورة اللي احنا بنشوفها وصور قناة النادي الأهلي والاستاذ والأهلي لؤسور وكل دي شراقة عظيمة جدا جدا مبين شركة استاذات النادي الأهلي وملعب فعلا يليق باسم وكيان كبير زي النادي الأهلي بكرا ان شاء الله يكون فاتحة خير زي ما احنا قلنا ويستضيف المباراة دي يكون يحققوا ان شاء الله نتيجة بكرا ويعني تكون بقى كده ايه بدايتها المسكزان بيقول صحيح فرقتنا النهاردة يمكن الكابتن محمود الخطيب النهاردة بعد الدور كان عمل اجتماع مع المسلماني طبعا المدير الفني في النادي الأهلي بحضور الكابتن سيد عبد الحفيز بيتابع اخر استعدادات الفريق المرحلة اللي جاية ايه توفير كل احتياجات الفريق خاصة زي ما حضرت قانفين الفترة الجاية هتشهد العديد والكثير من المباراة المؤثرة للنادي الأهلي سواء على الصعيد المحلي من خلال الدوري او على المشوار الأفريق خلال الاجتماع كمان استعرض المدير الفني للأهلي موقف الفريق من الارتباطات اللي جاية احتياجات الفريق والجهاز الفني ايه الفترة اللي جاية وكل دوت طبعا كابتن محمود الخطيب بيسهل كل الأمور الإدارية مع الكابتن سيد عبد الحفيز بيقعد مع الجهاز الفني متطلباتك ايه الفترة اللي جاية عندنا مشوار طويل ومباراة كتيرة كل الأمور دي كلها التعاون على الشكل الفني والشكل الإداري من خلال الكابتن محمود الخطيب المسؤول الاول عن ملف كورة القدم مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة كمان مع المدير الفني علشان نعرف الخطوات اللي جاية ايه احتياجات الفريق الفترة اللي جاية انها فعلا فترة اعتقد فترة صعبة ولكن النادي الأهلي قادر بإذن الله انه نعدي هذه الفترة قدام ان شاء الله النهار ده كوتش موسماني المدير الفني للفريق الأول لكورة القدم في النادي الأهلي بيعلن قيمة الفريق لمواجهة سنبا بكرة بكرة الماتش الساعة تسعة بالليل بإذن الله على أستاذ الأهلي وي السلام عايز اقول لكم القيمة كده سريعا طبعا استمر او بيستمر غياب كهرباء بالرغم من ان كل التوقعات كانت بتشير الى امكانية عوداته للمباريات بداية من اللقاء بتاع بكرة لكن على كل الاحوال قيمة الاهلي جاءت كالتالي محمد الشناوي احمد رمضان باكم رامي ربيعة مروان محسن محمد شريف وليد سليمان ايمن اشرف بدر بنون حسين الشحاد يانج علي لطفي عمر السلية صلاح محسن محمد أفشا سعد السمير ناصر ماهر أكرم توفيق بواليا طاهر جونيور أجيي محمد هاني مصطفى شبير طبعا الجاز الفني بيستبعد نحمود كهرباء لأمور فنية وياسر إبراهيم طبعا معروف وعلي معلول للإصابة كابتن هاني صحيح يمكن النهاردة كان في استادي الأهل وي السلام كان الاجتماع الفني اللي بيخص المباراة بشكل كبير جدا شكل المباراة على المستوى الإداري ملابس الفريين وصول اللعبة إمتى معنا طبعا زمننا محمد توفيق كان هناك في استاد وي السلام كان حاضر هذا الاجتماع بشكل كبير جدا معنا دلوقتي في قناة النادي الأهلي بنرحب بك يا محمد وبنقول لك أجواء المؤتمر المؤتمر كان عامل إزاي المؤتمر الفني قل لنا تفاصيل وكواليس مباراة المباراة من خلال الاجتماع النهاردة مساء الخير كابتن هاني تحياتي ليك وللزميلة سهام صالح ولكل مشاهدي ومتابعي البيت الكبير في كل مكان بالفعل أنا متواجد داخل الاستاد الأهلي والسلام وزي ما كنت بتكلمه في البداية الاستاد يعني ظهر بشكل أكثر من رأة إن شاء الله كل جمهور النادي الأهلي يتمكن من رؤية الاستاد وكمان يفرح بفوز النادي الأهلي إن شاء الله في أول مباراة على الاستاد بيساوبه الجديد يمكن في تمام السامنة مساء انطلق المؤتمر الصحفي للمدير الفني النادي الأهلي بيتسو موسماني ومحمد الشناوي كابتن الفريق اتكلم في البداية بيتسو موسماني على المباراة قال عندنا بكرة مباراة مهمة جدا في نهاية مشوارنا في دور المجموعات المباراة لا تعني الكثير في مشوار التأهل احنا خلاص ضمنا التأهل ولكن المباراة بنلعبها غدا من أجل ندينا ومن أجل جماهيرنا اللي دايما تطمح للفوز ولا شيء غيره محمد الشناوي كمان اتكلم قال طبعا مباراة مهمة خلاص حسابات الصعود وعدم الصعود انتهت احنا صعدنا بالفعل ولكن المباراة هنلعبها برضو من أجل جماهيرنا ونادينا ونعاهد الجماهيرين ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجة كبيرة بكرة أمام سنبا التنزاني خلال بقى يعني مستر موسماني وإجاباته على الصحفيين اتسأل عن التشكيل اللي هيبدأ به المباراة غدا قال للأسف انا هبدأ بكرة بتشكيل اضطراري انا كان نفسي ألعب يعني أريح على كبير من اللاعبين لكن انا التشكيل اللي هلعب بكرة مش هيبقى لو راحت اللاعبين لا انا مجبر على هذا التشكيل نظر العلد كبير جدا من الاصابات في صفوف الفريق وكمان ان عندي بعض الخطورة على خط الدفاع مش عايز اغازف باللعبين في خط الدفاع واشركهم ده يأثر عليهم ويعمل اصابات طويلة في الفترة المجبلة والفريق يعني داخل على منافسات قوية جدا خلال شهر ابريل ومايو سواء في الدوري المحلي او كمان في دوري ابطال افريقيا كمان مستر بوسيماني يعني اتسأل عن التأهل في المركز الثاني قال نصعد في المركز الثاني او الاول ده مش فارق طبعا احنا النادي الاهلي وكنا نتمنى ان احنا نصعد في المركز الاول لكن خلينا نبص الموضوع من منظور ايجابي يمكن النادي الاهلي البطولة الاخيرة المواضية النادي الاهلي كان صعد ثاني المجموعة وتمكن من وصول المباراة النهائية والفوز بالبطولة والوصول لكاس العالم الاندية وحصد المركز الثالث قال كمان من تاريخ البطولة الماضية كل الفرق تقريبا اللي صعدت في المركز الاول خرجت من دوري الثانية واللي كملت الفرق اصحاب المركز الثانية في مجموعتها كمان اتكلم عن تجربته السابقة مع ميميلودي سانداونز والفوز ببطولة 2016 دولة ابطال الافريكي قال انا كنت برا حسابات البطولة ولكن بخطأ ادريم الفريق المنافس وكان فيه تاكلوب في هذا الوقت تم استبعادهم البطولة وانا صعدت مكانه وقدرت اوصل المباراة النهائية وفوز بالبطولة للمرة الاولى في تاريخ النادي اتكلم قال طبعا احنا النادي الاهلي ولما تسأل عن تحب تقابل مين في دوري الثانية قال احنا النادي الاهلي ما يهمناش مين اللي هقابلنا انا مبصر الموضوع بواقعية اي فريق هيقابلني انا جاهز ليه يمكن اما صعدناش بالمركز الاول يمكن مش احنا افضل فريق في البطولة ولكن احنا هنسعى ونشتغل ونجتهد علشان نحاق البطولة ده حلمنا وده يعني حقنا بعد ما فوزنا بالبطولة السابقة وحامل اللقبة ان احنا نلعب على المركز الاول اتكلم وقال كمان ان في نتائج النادي الاهلي امام المنافسين الناس ذكرتهم بالاسم امام الوداد احنا طلعناه من دور قبل النهائي امام سانداونز احنا مطلعينه من دور التمانية ولو هنقابل الترجي فالنادي الاهلي اعتاد الفوز على الترجي سواء في مصر او كمان الفوز على الترجي في تونس وده يمكن وضح بشكل كبير جدا في دور المجموعات في بطولات سابقة وكمان نهائي بطولة 2012 وفوز النادي الاهلي باللقب من استاد رادس امام الترجي التونس السأل كمان عن علم علول ومدى غيابه ومدى موعد عودته قال طبعا غير مؤهل طبيا للاجابة على هذا السؤال ولكن فنيا انا طبعا علم علول لعب مهم جدا ومفتقدينه منذ فترة طويلة من اخر مباراة امام بار ميونيخ نشارك فيها وما استكملهاش ولكن ده مش مبرر او عز للفريق الفريق لازم يلعب يعني بمجهوده كامل وغياب اي لعب لا يؤثر على اداء الفريق واحنا هنشتغل ونلعب بجهد وبجهد في الفترة المقبلة عشان نحقق الهدف الرئيسي بتاعنا هو الفوز ولما اتسأل عن كمان يعني اصعب الفرق اللي يتمنى ما يقابلهاش قال احنا اتفرجنا بالامس على دوري ابطال اوروبا وشوفنا الاداء القورة ما فهاش مقاييس القورة بتدي للي بيدي ويبزي العرق ومجهود داخل ارض الملعب كمان يعني اتسأل عن ان المباراة غدا نسأريه امام سينبا قال قرط القدم لا بتلعب للمتعة فهاش حاجة اسمها صقر احنا بنلعبش قدام اي فريق للصقر احنا بنلعب فقط ليه الفوز كعهد النادي الاهلي ورغبة جماهيره الدائمة كمان محمد الشيناو كان تم توجيه السؤال لي عن الاداء امام المريخ ويعني بعض عدم الرضا من بعض الجماهير قال احنا في الشروط التاني اللاعبين كانوا على قد المسئولية احنا كنا مسافرين للسودان اللي تحقيق هدف معين وهو الصعود وده كان هتحقق بالفوز او التعادل يمكن كانت الظروف مش مساعدة ان احنا نقدم مباراة بي لكن في الشروط التاني الفريق رجع وقدم مباراة اقصى من رائعة بشكر عليها زميلي وانتظرونا ان شاء الله في الادوار التالية وتحقيق البطولة باذن الله عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المستر المسيماني بدأ في السامنة والنصف المؤتمر الصحفي للنادي سيمبا بحضور المدير الفني دي دي جوميز وكابتل الفريق كاجيري يمكن جوميز اتكلم في البداية قال مباراة الغد مباراة صعبة جدا امام النادي الاهلي واحد من اقوى الفرق في قرة افريقيا اه صعدنا وصعدنا اول مجموعة لكن احنا جايين بنلعب بمنطها التواضع امام بطل افريقيا وبنسعى ان احنا نحافظ على سجلنا خالي من الهزام كمان كابتل الفريق كاجيري اتكلم وقال طبعا بنقابل فريق قوي اقوى فريق في افريقيا هو النادي الاهلي ولكن احنا كمان فريق قوي وقدم مرضود جيد هنعمل اللي عنينا وهنلتزم بتعليمات المدرب واحنا جايين عشان نتلافى الخسارة يعني تم توجيه بعض الاسئلة لجوميز كان اهمها طبعا المباراة الاولى امام النادي الاهلي والتحقيق الفوز انا انا بقى ترك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين انا عندي اكثر من جنسية في الفريق موجودة لعبين رائعين اكثر من لعب اكثر من اشيء اللاعب يعني بيلعبه في متخبات انديتهم بيلعبه على مستوى دولي النادي الاهلي يمكن حققت الفوز عليه هناك لان احترمت النادي الاهلي واديته قدره اللي يستحقه اهم حاجة انه كنت بلعب باداء دفاع ومنظومة دفاعية محكمة زي النادي الاهلي لما تيجي تقابله لازم تقابله بمنظومة دفاعية محكمة ولما تستحوز على الكورة لازم تلعب بشكل جماعي زي ما عملت وده قدر يخليني احصل على الفوز واخرج من غير ما استقابل اهداف امام النادي الاهلي وده اللي هشتغل عليه بكرة وهلعب بالطريقة دي برضو قدام النادي الاهلي كمان اسأل ان الصقة اللي خدتها انك تكسب النادي الاهلي وتبقى الاول في مجموعته قال طبعا كن ان تغلب على النادي الاهلي واطلع في مجموعة فيها النادي الاهلي رقم واحد ده على سقف اطموحنا جدا يمكن لعبنا بطولة ودية قبل دور التمانية قبل دور المجموعات كان فيها فرق كبيرة زي ما زنبي والهلال واكتر من فريق افريقيا قوي ادلنا نفوز عليهم ده كان ايادات قوي جدا قبل مباريات دور المجموعات وكمان نفوز على الاهلي ادل لعبين يعني طموح كتير جدا ان هم يعني يمشوا في مشوار كبير جدا لنهاء البطولة كمان السعر هل في غيابات عندك في الفريق فقال الفريق صفوفه مكتملة بنلعب بكرة من اجل اظهار امكانياتنا الافريقية كلها امام كبير القارة ويمكن اقال عنوان كده صريح النادي الاهلي هو رقم واحد في افريقيا ولينا الشرف ان احنا بنلعب امام النادي الاهلي وطلعنا الاول في مجموعته وده اعتقد هدل لعبين ثقة كبيرة جدا حاولت ابسها فيهم وكلمتهم كتير قبل المباراة ان عايزين نخرج هنا من استاد الاهلي والسلام بدون هزيمة امام كبير افريقيا النادي الاهلي دي كانت كل الاجواء وكل اللي اتقال في المؤتنين الصحف البستر موسماني ومستر ديجو ميز شكرا لك محمد يعني كل الكلام اللي انت قلته كلام اكتر من رائع استعدادات قوية جدا على سبيل المثال المسماني وتصرحاته دايما هو الرجل واقعي في تصرحاته وان يمكن فترة دور المجموعات مختلفة تماما عن دور التمانية محمد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في البيت الكبير وكل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا بكرة بإذن الله التصرحات مهمة جدا يا سيهم لمسماني ودايما انا بقول ان المسماني تصرحاته بتبقى فيها نوع من الاحترافية يعني انا عجبني جدا الفصل ما بين دور المجموعات وكمان دور التمانية وهو قال في دور التمانية احنا النادي الاهلي احنا البطل ما يهمنيش لما تسأل عايز تلاعب مين احنا البطل واللعب اي حد بالنسبة لدور المجموعات هو كمان اعتقد استفاد من دور المجموعات بشكل كبير جدا من خلال بعض المباريات فيها سوء الاداء شوية لكن هو استفاد منها جدا جدا وعنده روح عزيمة وعنده روح اسرار ده المهم جدا ان الفترة اللي جاية يكون عندنا هذا الاسرار وهذا التحدي ان احنا ان شاء الله ابطال افريقيا وباذن الله مشوار العشرة يكون موجود لا لا هو كان بيتكلم في ظروف مشابهة عدت على النادي الاهلي المسم اللي فات مش من فترة بعيدة افتكر ان المسماني النهاردة في المؤتمر اللي محمد احد يتكلم فيه النهاردة او عرضوا على حضراتكم رد على اللي بيدور في اذهان كتير جدا من الجمهور بالذات الفترة اللي فاتت دي فنهاردة يمكن افتكر يعني المسماني مستعد بشكل كويس النهاردة قدوا تدريباتهم النهائية استعدادا لخوض مباراة بكرة ان شاء الله النهاردة كان عمدهم تمرينة بوليا انضام للتمرين النهاردة مسماني قاعد يشرح خطة المباراة ايه نقاط القوة ايه نقاط الضعف في الصفوف بطل تنزانيا طبعا قبل ما يدخل في المعسكر المغلق لحد مباراة بكرة بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم بوليا مهاجم الفريق النهاردة انضام للمراني الجماعي بعد مخضع للكشف الطبي علشان يتأكدوا اكتر من جهزيته قبل ما يشارك بصورة طبيعية طبعا نتكلم على التمرينة النهاردة وطبعا هو كان اتعرض لكادمة في التقسيمة التانية اللي خضع الفريق خلال التدريبات مبارح وده اللي استدعى يمكن خروجه من الملعب واتفحص فحص طبي طبعا تحت اشراف دكتورنا احمد ابو عبل طبيب الفريق وبعد خضوعه الجلسة طبعا علاج طبيعي واستشفى علشان يخفف من هذه الالام شارك النهاردة بشكل طبيعي جدا مهم جدا ان ابوالي يكون موجود طبعا لسه كمان مع اخبار في رئيتنا النهاردة كمان ياسر ابراهيم يمكن ياسر المتقلق في الفترة اللي فاتت وبيقدم اداء اكتر من رائع يمكن غاب عن تدريب النهاردة الدكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي عندنا قال ان ياسر ابراهيم اشتكى شوية في التمرين من العدلة الضمة ويمكن حصل على راحة من تمرينة النهاردة على ملعب التيتش استعدادة للمباراة بكرة واكد ان طبعا حالة ياسر ابراهيم مش صعبة حالة مطمئنة لحد كبير لكن طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي فضل منح ياسر ابراهيم راحة النهاردة من التمرين يتم بقى تقييم حالته ان شاء الله بعد مباراة سيمبا ان شاء الله يعني ياسر مش متواجد وزي ما سيم قال يمكن القائمة ياسر ابراهيم خارج القائمة لكن كل طبعا التوفيق ياسر يؤدي اداء اكتر من رائع الفترة اللي فاتت ان شاء الله بإذن الله تكون خفيفة شد خفيف في العدلة الضمة ينضم الفريق ان شاء الله بعد المباراة مباراة سيمبا التنزاني قال كده نصا ان الجهاز الفني اتكلم مع اللعيب عن اهمية المباراة دي المباراة دي بيتطلعوا فيهم ان هم يحاول فوز علشان يطمنوا على جميع عناصر الفريق قال كمان انا طبعا كوتريسة بقول لحضركم انا وكابتن هاني انه الاهلي بيلعب للفوز يعني قال ان مباراة سيمبا مش هكون تحصيل حاصل نعم النتيجة غدا مش هتغير في ترتيب المجموعة ولكن دي بنعتبرها مباراة مهمة بنتطلع خلالها لرد الاعتبار بعد مخسرنا في تنزانيا يمكن نهاردة كمان كان بيتكلم على انه الاهلي خلاص جاهز بشكل كبير برغم ان احنا دلوقتي كنا حتى بنتكلم عن الغيابات في صفوف النادي الاهلي وفيه عناصر مهمة جدا واساسية في الفترة الاخيرة لكن الجهاز الفني باثق في جميع لعبته علشان يحافظ على الانتصارات وهو ده اللي قاله وقال انه مباراة بكرة بتبقى مهمة جدا جدا علشان يستعيدوا الثقة مرة تانية ويسعدوا جمهور النادي الاهلي مرة تانية بعد طبعا ما تعادلوا مؤخرا امام المريخ السوداني في الجولة الخمسة ان شاء الله كل التوفيق لفرقيتها نروح بقى الموضوع تاني ويمكن كان الموضوع مطار للجدل خلال فترة طويلة طبعا بتخص الازمة اللي حصلت منتخب الشباب في تونس يمكن من عدة شهور يمكن النهاردة هقول لحضراتكو لجل الانضباط برئاسة مستشار سيد منداري عملت عدة قرارات بالإشارة طبعا للتحقات اللي أجريت بشأن طبعا وقاعة مشاركة منتخب مصر للشباب مؤاليد 2001 زي ما حضراتكو عارفين في بطولة أفريقيا المؤاهلة إلى البطولة الأفريقية اللي حتأهل الكاس العالم المفروض يعني اللي كان حيتلعب هقول لحضراتكو الكرارات يعني ليه وجهة نظر أنا إيشها مع حضراتكو الكرارات بيقول إقاف محمد ربيع ياسين عن ممارسة نشاط أي نشاط يتعلق بقرط القدم لمدة 6 أشهر وتغريم المدير الفني السابق مبلغ 200 ألف جنيه ثانيا إقاف وليد منظور طبيب الفريق أو الطبيب السابق للفريق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بقرط القدم لمدة 3 شهور وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه القرار التالي تغريم اللاعب عبد الرحمن أحمد ده لاعب نادي إنبي ومنتخب الشباب مبلغ 50 ألف جنيه رابعا تغريم اللاعب حسام أشرف ده لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب مبلغ 20 ألف جنيه خمسا تغريم اللاعب طبعا العربي بدر ده لاعب النادي الأهلي المعارض النادي الجونة مبلغ 20 ألف جنيه يعني قرارات أنا بصراحة يعني هتناقش مع حضراتكم فيها يمكن هنا كمان في البيت الكبير حضراتكم تفتكروا أن الكابتل الربيع كان دايما بيعمل مدخلاته كان دايما كابتل الربيع قد إيه قد إيه فعلا بيعاني بشكل كبير جدا جدا من إهمال ومن استهتار وعدم الاهتمام بهذا المنتخب اللي في اعتقاده منتخب مهم جدا 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 فترات طبعا الإعداد كانت كابتل الربيع بيعاني منها من خلال عدم وجود لعبين من خلال الأندية كمان ما كانش فيه دعم كامل من اتحاد الكورة السفر لطبعا التصفات اللي كانت مؤهلة في تونس والجدل اللي أثير حوالين الفيروس كورونا خلينا نكلم بكل أمانة عملية أولا أنك بتطلع قرارات طب سبب قلنا سبب وقف الكابتل الربيع ياسين ست شهور عن ممارسة الرياضة بشكل عام إيه لما بتطلع قراره بتقول القرار بينص على كذا بناء على حاجة أنت ما طلعتش بناء على إيه كابتل الربيع ياسين بصراحة من أفضل المدربين على مستوى مستوى مصر كابتل الربيع ياسين على مستوى منتخبات بيقدم أداء أكتر من رائع يعني تجربة سابقة وعمل جيل أكتر من رائع راح كاس العالم ووصل وعمل أداء أكتر من رائع طلع لنا أجيال كتيرة جدا شفتوا كابتل الربيع ياسين قد إيه بيحب شغله ومهتم بشغله جدا 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 وبعدين أنت بتطلع قرارات خلاص حتى البطولة الأفريقية اللي تلعبت علشان يوصلوا كاس العالم هو أصلا الفيفا لغى كاس العالم وبالتالي عندي تحفظ شوية على عملية أنك بتدين دين مرة واحد رقم اثنين أنت بتطلع قرار طب سياغة القرار إيه بناء على إيه بتعمل كده بناء على إيه بتوقف كابتل الربيع والخمس اللعبين دول إيه اللي تعمل يعني خلينا الكلم برضو بكل شفافية الأمور لازم تساق وتدار بشكل أكتر احترافية كابتل الربيع ياسين ليه كل الاحترام وكان موجود معنا هنا يسان في البيت الكبير وقدي إيه كان بيعاني قرارات أنك بتحاكم أو بتحوله للتحقيق طب بتحوله للتحقيق بناء على إيه واحد اثنين ثلاثة مش عارفين وانت أصدرت في حقه قرار مش عارفين طب بناء على إيه انت تحقيق مع الكابتل الربيع ياسين لما بيطلع بيان من اتحاد الكورة المفروض يوضح والله البيان علشان كان فيه تأثير في واحد اثنين ثلاثة عشان الناس تفهم لكن يتحول للتحقيق على فكرة حصل معي أنا شخصيا في الأولمبياد أنا بعد ما وصلنا الأولمبياد بعد غياب يمكن أكثر من 25 سنة كان فيه اختلاف شوية فجهات النظر مع الشرق الرعية تحويل هاني رمزي للتحقيق بعد وانا رجع من الأولمبياد الأسباب إيه يقولك تعالوا وبعدين هنتكلم ما فيش حاجة اسمها تعالوا وبعدين هنتكلم كان بيحصل فيه كلام كان بيحصل فيه كلام ولكن المناقشة كمان والقرارات لازم نعرف بناء على إيه انت ما تقولش الكابتل ربيع هيتوقف عن نشاط ست شهور النشاط الرياضي عامة في كل النشاط الرياضي بس وتسكت ده بناء على إيه ومش بس يعني بناء على إيه فيما يخص كابتن ربيع يسين فيما يخص كمان اللعيبة انت عندك ثلاث لعيبة النهاردة بيتغراموا كل واحد منهم 20 ألف جنيه منهم العربي بادري طبعا لعيب النادي الأهل المنطق النهاردة اللي صفوف الجول بس انت نهاردة يعني انت تقصد ان انت لازم تفتح تحقيق تشوف ايه التقصير ده كان من اي نوع وبناء عليه تتخذ اجراءات الوقفة او الغرامة او اي قرار انت شايف انه يعني بيستلزم التخذ كابتن ربيع يسين بكل امانة كابتن ربيع يسين قامة كبيرة جدا جدا لما يكون فيه خطأ في اعتقاد الشخص كمان احتراما لهذه الشخصية يكون تعالى كابتن ربيع هنوعد نتكلم ايه اللي حصل الموضوع ايه بيقدم تقرير خلينا نتكلم بروفيشنال فيه تقرير بيتقدم من المدير الفني عن كل المرحلة اللي فاتت المرحلة اللي فاتت بسلبياتها بإيجابياتها بكل حاجة وتقعد وبتتناقش معها وبتطلع انت قرار وقرار العقوبة ده تبنان عليه قرار العقوبة اعتقد يعني كمان في اعتقاد الشخص ان كابتن ربيع يسين في اعتقادي مش يعني فيه كمان وسائل ان شاء الله هيبقى فيه طعن على هذا القرار ويمكن تصعيد بشكل مختلف علشان كمان خلينا نحط قصص لإدارة المنتخبات بشكل كبير والقصص ده انا في اعتقاد الشخص الامور السنة اللي جاي هتكون افضل عشان كمان فيه خبر ان طبعا في انجادة طبعا كان مدير فني كبير هنا في مصر مع نادي الزمالك اعتقد كمان تولى المسئولية كمدير فني الاتحاد الكرة وده بشكل رسمي لأول مرة اعتقد ان هيكون فيه مدير فني الاتحاد المصري اجنبي كنا بالنادي ده بشكل كبير جدا الامور لازم تتغير بشكل اكتر احترافية اعتقد وجود في انجادة كمان ممكن يضيف لكن هو السؤال هل مفيش كادر مصري كان يقدر يتولى هذه المسئولية ده علامة استفهام لكن وجود خبير التجارب السابقة ترد على علامة الاستفهام التجارب السابقة تقولك احنا في المرحلة دي محتاجين لخبرات اجنبية ولا لحب الاتحاد الخبرات الاجنبية مهمة جدا جدا لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هل احنا عارفين المدير الفني الاتحاد الكورة كابتن محمود سعد كان عنده كل الاختصاصات معادة الاهتمام بالفريد الاول يعني هو بره الفريد الاول خالص يعني ملوش اي علاقة بالفريد الاول المدير الفني في كل الاتحادات العالمية طبيعي انه يكون مسئول عن كل الاتحاد بما فيه منتخبات شباب منتخبات ناشئين منتخبات اولمبية وفريد اول كمان هل السؤال ان في انجادة هيكون مسئول بس على الجزء الاولاني ومالوش يعني صلاحية للمنتخب الأول ده سؤال مطروح لكن في اعتقاد هي تجربة جيدة أنك بتجرب خبرة أجنبية بتدير الاتحاد فيه أشكال كتيرة جدا جدا ممكن نستفيد منها من خبرات فينجادة على المستوى الفني على المستوى العلاقات على مستوى البلانينج على مستوى التخطيط فيارب يكون طبعا يعني خطوة جيدة ليه زي ما بقول يعني خطوة للأمام للقرى المصرية على مستوى المنتخبات ومستوى الانتخبات المستوى طبعا ادارة المجال الرياضي ودارة القرى القدم في مصر فيما يخص كابتن ربيع ياسين هو يا مطلع ويا ما تكلم عن أنه هو دايما بيقدي أدوار مش يعني في كتير جدا جدا من الأوقات ما بتكونش هي يعني أدواره الرئيسية فحتى التحقيق يعني حتى يعني هم أكيد عارفين كلامه عارفين إيه المجهود وإيه الدور اللي كان بيعمله كابتن ربيع ياسين مش بيستنيه يعني التحقيق هو ده اللي جيه على المغي حتى وإنت بتقول كان المفروض حتى يتم استدعاء ويتكلموا معاه كابتن ربيع يا مطلع ويا ما اشتكى بمخطبة الأندية بتمرنهم بأكلهم باستعداداتهم النفسية بمعسكراتهم طبعا طبعا يعني يا مطلع ده لا يخفى على أحد يعني وانكرة القدم نروح لتنس الطاولة وتحديدا فريق السيدات النادي الأهلي اللي بيوصلوا نهاردة الحقيقة انتصارتهم في مبارات الدورة المجمعة التاني لبطولة الدوري اللي بتقام النهاردة على صالة هيئة قناة سويس في اسماعيل الحقيقة حققوا فوز مهمة جدا على الزمالك بنتيجة 3 الواحد وجي فوز فريق سيدات تنس الطاولة في الأهلي على الزمالك بمشاركة لعبات طبعا ندين الدولاتي وأميرة يسري وهنا جودة كمان فز فريق سيدات تنس الطاولة في الأهلي على الإسماعيل بن نتيجة 3 للا شيء في نفس البطولة ومثل فريق طبعا في هذه المباراة مروى الهدوبي وعيدة رحمه وهنا جودة بردو صحيح صحيح فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي بنبركلهم 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 طبعا بنبركلهم مبروك ونجح في الفوز كمان بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الجمهورية بيرأس الجهاز طبعا الفني طبعا أشرف عبدالفتاح وبيعاونوا عادل شمان ده مدرب عام أحمد عياد ده كان مدرب وأحمد حامد ده مدير إداري كل طبعا التوفيق لكل الفرق في النادي الأهلي تنس الطاولة في النادي الأهلي بتقدم مستويات رائعة على مستوى السيدات على مستوى الرجال فكل التوفيق لفرقنا على المستوى الفردي وعلى مستوى الجماعة إن شاء الله طيب عارفين إنه جائحة كورونا ما بترحمش حد والموضوع يعني جائحة عالمية النهاردة يمكن أزمة كورونا بتهدد مدن كتيرة جدا هتقام فيها بطولة اليورو مدينة بلباو الإسبانية النهاردة أصبحت في خطر خطر فقدان حق استضافة مباريات اليورو بعد ما اعترف النهاردة يعني التحدي الأسباني النهاردة بيعترف أو استسلم يعني بإنه من المستحيل الوفاء بمتطلبات السلطات من أجل السماح بحضور الجماهير خلاص يعني منفيش أي نوع من أنواع الحضور الجماهيري لا بنسبة قليلة ولا بنسبة كبيرة يمكن كمان إنبارح كان فيه مباريات على مستوى التشامبينز ليج مباريات رائعة ويمكن كان أهم مباراة مباراة فاريس سان جرمان مع باير ميونيخ وفوز فاريس سان جرمان في اعتقادي كانت مفاجأة كبيرة بهذه النتيجة بيلعبه في أليانز أرينا في معقل البايان والفوز 3-2 مباراة كانت مطيرة جدا جدا وكان كمان فيه تشيلسي فاز على بورتو كانت نتيجة طبعية كمان كان اليوفينتوس وكان بيحق فوز صعب من نتيجة 2-1 على نابولي في السيريا A رونالدو مازال بيواصل التقلق وسجل الهدف الأول ليه ورفع رصيده الـ 25 هدف على صدار الترتيب هدافي الدوري الإطال ما زال طبعا رونالدو بيأكد أنه فعلا واحد من أفضل لعيب العالم على مر التاريخ كمان الهدف ده خلى رونالدو واحد من بين 3 لعيبة قدروا يسجلوا 25 هدف على الأقل في موسمين بالدوري الإطالي بعد تخطيهم سن 30 سنة الاثنين اللي سبقوه هو جونار نوردال وأنطونيو دي نتالي رونالدو كمان سجل 25 هدف أو أكتر في مسابقات الدوري خلال 11 موسم من أصل 12 موسم قبل كده رونالدو بيتقلق بشكل كبير جدا جدا رونالدو فعلا أسطورة كبيرة جدا حضراتكم عارفين الدوري الإطالي لا يرحمل رونالدو هدف الدوري الإطالي رونالدو بيقدم موسم أكتر من رائع مع ليوبينتوس رغم طبعا تحطم أمال ليوبينتوس في التشاملز ليج لكن ما زال رونالدو فعلا بيحطم الأرقام القياسية بشكل أكتر من رائع ما فيش شك المباراة التانية كانت فوز إنتر ميلا على ساسولو كانت النتيجة هدفين لهدف ودي نفس نتيجة المباراة الأولى كالعادة طبعا بيسجل الهدفين لوكاكو ولو تارو اللي عاملين الحقيقة الثنائية رائعة في الموسم ده تحديدا لكن المباراة كانت غريبة شوية على جمهور الإنتر اللي شاف فريقه فاقد للاستحواذ نتكلم النهاردة عن نسبة 30% فقط ودي يمكن أقل نسبة من موسم 2004-2005 لكن كنت مدرب الإنتر بيقول أنه مستعد يضحي خدوا بالكم الجملة دي مستعد يضحي بالأداء الجميل مقابل التتويج بالدوري الإيطالي فدلوقت الإنتر على الصدارة بنتكلم بفارق 11 نقطة عن ميلا الوصيف وبيقرب بشكل كبير جدا جدا للحسن في جون غريب أول اللي شفناها ده طبعا يعني من طراف عجاب كورت القدم طبعا زي ما بنقول الإنتر طبعا هو متصدر متصدر البطولة وزي ما بيقول يعني المدير الفني بيتكلم على نلعب حلوة لناخد بطولة الرجل بيقول لي أنا أهم حاجة بالنسبة لي نحصل على البطولة طبعا الدوري الإيطالي دوري صعب جدا جدا كان فيه منافسة جديدة جدا ما بين طبعا الإنتر وما بين الميلان يمكن إيسي ميلان كان يمكن متصدر لفترات طويلة لكن الإنتر كمان هو دلوقتي متصدر بشكل كبير جدا وعازم بقوة على طبعا حسم اللقب بشكل كبير جدا وده ده اللي يهم في الآخر تلعب حلوة تلعب وحش المهم البطولة ده شعار المدربين والأندية الكبيرة في بعض الفترات بتمر بأزمات في مستوى الأداء لكن يبقى الأندية الكبيرة أندية البطولات هي دايما هدفها البطولات ومنهم أكيد النادي الأهل خلصت أخبارنا هنروح لفاصل بعد الفاصل نروح نرجع على أول فقراتنا الحوارية مع كابتان هاني رمزي وضفنا المتميز كريم سعيد في البيت الكبير مرحبا حضراتكو مرة تانية في البيت الكبير فقرتنا مع المتميز كريم سعيد هنتكلم فيها على ملف النادي الأهلي وعلى تساؤلات حضراتكو بعض الناس من جمهور النادي الأهلي لا ده مش مركز النادي الأهلي المركز التاني بعض الناس الآن شوية من إجمالي أداء النادي الأهلي في دور المجموعات نتكلم كمان معه على بعض التصرحات ديدي جوميز المدير الفني لفريق سيمبا موسيماني في مخلال المؤتمر الصحفي النهاردة وأكيد كريم دايما متميز وهيطلع لنا أرقام وأحصائيات ووجهة نظر خارج الصندوق زي ما بنقول دايما بيشرفنا هنا في البيت الكريم الكبير كريم سعيد برحب بك كريم موسيقى ترهيني وموسيقى الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي طيب قبل أن أخش في أي كلام يعني أنا حتى كنت بتكلم معك وبقولك وأنت بتقول لي بعض الجماهير مش مبسوطة بالمركز التاني النادي الأهلي رغم التأهل كلنا طبعا سعوداء بالتأهل لكن يقولك لا المركز التاني لا يعودك بالنادي الأهلي ألقانين من مشوار النادي الأهلي من دور المجموعات على في دور التمانية شايف الألق ده إزاي وهل أنت كمان ألقان من الأداء خلينا كابتن هيني الأول اتفق على المبدأ اللي بيقول الوصول إلى القمة صعب ولكن الحفاظ عليه أصعب لو توصل للقمة ده أمر شوق جدا وده اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت في بطولة الآضية بتاعة مجدي أفشا نحن وصلناه وكان مشوار صعب جدا وكاللنا الحمد لله بانتصار أعتقد يعني البعض بيعتبره أهم انتصار في تاريخ نادي الأهلي الحفاظ بقى على بطولة دور الأبطار للموسم التاني على التوالي إن شاء الله ده أمر أصعب وأمر أكثر مشقة وبالتالي محتاج شغل كتير ومحتاج صبر ومحتاج خبرة في التعامل مع الأمور وأدي مثل بسيطة مانوي جوزي مع سكواد 2004-2005 اكتسح دوري أبطال أفريقيا للدرجة اللي خلت فريق زي النجب الساحلي كان في كمته في البطولة دي وما كانش دخل فيه أعتقد ولا هدف لغاية وما تغلبش ما تغلبش لغاية السيمي فاينل ولغاية ماتش الزهاب في السيمي فاينل لعب قدامنا ماتش الزهاب في سوسا في سوسا بيلعبوا 6-4-0 فيش مواجب كل واقف وراء بيدافع وفي الماتش ده اللي يفتكر المباراة دي كانت 0-0 في سوسا النادي الأهلي ضيع كم هائم من الفرص حسن مصطفى وابطريكا ضيعوا فرص كتير قوي جينا هنا في القاهرة حسن من الفاينل الدوري أبطال أفريقيا أعتقد في خمسين دقيقة كنا جايبين هدفين وبركات جاب الهدف الثالث في النادي المباراة كان واحد من النهائيات السهلة فالجيل ده أو البطولة دي استثنائية استثنائية بحتة بالزب بشبهها كده بالبطولة اللي مازامبي كسبها في 2010 لما كسب التراجي في الزب 5-0 وراح في تونس تعالي الواحد واحد وخد بطولة مازامبي كان وما بتقررش كدير النهائيات السهلة دي أو البطولات دي إنك تبقى شايف فرقة من بدايتها الأخيرها هي دي مرشحة وما فيش غيرها موزمن اللي ورا البطولة اللي وراها النادي الأهلي في 2006 واجه صعوبات كبيرة جدا جدا في دور المجموعات وكان معنا الصفاكسي يعني إحنا كان الصفاكسي كان معنا في دور المجموعات وضعا في الأعتبار طبعا يعني دور المجموعات ساعتها كان بيتلاقي في دور الثمانية يعني حلواتي بنيناعب دور المجموعات في دور السبتاشر عشان بس أنا عالف طبعا الناس بترصد الكلام يعني ففي 2006 الصفاكسي كان معنا في المجموعات وخضنا برضو كوتوكو وتعددنا مع كوتوكو في غيرنا صفر صفر واتغلبنا من الصفاكسي في أول جولة واحد صفر وواجهنا بعض الصعوبات لما قادرنا نرجع في الدور الثاني بالزبط زي ما احنا عملنا كده مع فيتا كلوب كسبنا كوتوكو أربعة صفر وكسبنا الصفاكسي هنا في القاهرة وبدأنا نكمل لغاية لما مرضو صعبنا وصيف ووصلنا للفاينال وخدنا البطولة بهدفها بوتريكا الشهير في رادس فاللي عايز أقوله ان دايما البطولة التانية بنفس الجيل بتبقى الموضوع صعب طبعا طبعا ان عندك بقى حاجات كتيرة محتاج تحلها أول واحدة حالة التشبع حالة التشبع بتبقى عند اللعيبة لأي رياضي ودي أمور الأمانة اللي يحسها الرياضي اللي هو بيوصل للقمة وتلاقي نفسه انت بتطلب منه تاسك تاني بتطلب منه تارجد تاني تاني يوم السبت تقوله بقى تكسبت خلاص يلا اعملها تاني فقصة ان ما كانش فيه فواصل انت خلصت دخلت على دوري بعدين بطولة أفريقيا تاني يعني ما كانش فيه جزء من الراحة وبنتكلم في ظروف أصلا استثنائية يعني بنتكلم في عصر كورونا وطبعا وحتى التقارير كان لطيف جدا جدا بتاع اليورو بيوضح لنا ان احنا اصلا عايشين في ظروف استثنائية بحتة ما تقدرش فعلا تحاسب الناس الحساب كأننا عايشين العيشة بتاعتنا ما قبل كورونا فبالتالي في بعض الأمور بتحصل وبعض النتاج المفروض ان بقى الجماهير متقبلها هي مش مسئلة موسيماني عشان يكون مضحيين يعني فيه واحد من الأسئلة اللطيفة جدا اللي احنا كنا نتكلم عليها بقالنا فترة او الناس بالكامعة السوشال ميديا هل اصلا لوقت الحياة لوقت محاسب موسيماني الاجابة لا صفر ما ينفعش ليه لان الراجل اصلا ما عايش فترة اعداد مع الفرقة عشان تحاكم او تحاسب مدير فني لازم يبقى انت وفر طيره كل حاجة اخذ فترة اعداد اختار لعبته ما فيش قوائم مفروضة عليه نحنا برضه في افريقيا مع تداخل مع الدور المحلي وعندها بعض المشاكل الادارية في الدور المصري وبنأجل كتير وبسبب التأجلات الكتيرة بنفنش متأخر فالمواعيب بتخشف بعضها فكل الامور دي المدير الفني اللي يحسم عليه وبالتالي طبيعا يحصل بعض النتائج السبابة وبالتالي لازم هي تحط تارجت تارجت قصيرة الامد وتارجت طويلة الاجل انا عن مستوى الحالي اشوف النادي الاهلي ماشي بالتارجت اللي هو كويسة لكن فكرة فكرة انك تضع ضغط انك عايز في الوقت ده بالظروف دي نتيجة والاداء وتكسب بره وجوه زي يجي افين وخالب لا ده هنا ده امر ظالم وممكن بقى يضر ليه انك بتضغط اللعيبة زيادة على الازم وده اللي انا شفته في فرحة ياسر ابراهيم بالهدف بالهدف فيه ضغط وبالتالي اللعيبة بتفرغ الضغطات دي الكلام ده الرياضين يفهموها الرياضي مضغوط بيستنى بس اي حاجة عشان يطلع الغضب اللي جواه او الضغط اللي جواه وبالتالي انا بشايف في الوقت الحالي معا الدنيا ماشى بشكل كويس جدا طبعا نستنى القرعة بتاعة دور الربع انهائي ونشوف المنافس ايا كان نفس الامر كان احنا واجهنا السنة اللي فاتت وحتى يعني الامر الغريب ان احنا لما طلعنا متصدرين ما كسبناش البطورة احنا كسبنا البطورة لما بنتلع وصيفة هي ملهاش علاقة خالص وتاني يا كابتن هاني بقى اوضح حتة دي دوري ابطال افريقيا بعد 2010 في وجهة نزل الشخصية بقى بيتلاعب على جزيئات جزيئات النادر الاهل مراحل يانت تكلم على مرحلة مرحلة بمرحلة مش دوري انت في 2013 اتغلبنا اه 30 من اورلاندو في الجونة صحيح 30 في دول المجموعات اي حادش في المطش ده هيقولك خلاص نادي الاهلي ما قالوش اه يعني فرص كبيرة ومتعادلين مع الزمالك في الجونة واحد واحد خصيين خمس نقط في مصر فيقولك خلاص بقى الموضوع فانادي الاهلي قدر ان هو يرجع وخد البطولة قطو بخطو تمشي واحدة واحدة لما بتوصل لغاية لما لعبنا اورلاندو تاني وقدرنا نعدم من مستوانا فدولة افرقى يا جماعة ما تخدهاش لهم حد متخدهاش بلوك مع بعضه لا ما لهوش دعوة خالص دور المجموعات ما لهوش اي علاقة بتضربه عن نهائي والضربه عن نهائي ما لهوش اي حلاقة بتسيب الفاينال انت بتشوف المنافس بتاعك ومدى تركيزك في يومها صحيح ركزت كويس احنا نروح نسان داونز من السنتين لما اتغلبنا هناك بسكور خلص ماتش العودة تقليبا مات بالنسبانك ما بقاش فيه اي فورس فاحنا عايزين نبقى احنا واضحين عشان نقدر نعمل الدور البسيط اللي بنساعد بيه لعبتنا ويه الجاذب تتكلم كل مرحلة وليها تارجد وكل مرحلة ليها اهدافها عايز اخذك للمباراة بتاعت بكرة اهدافها ايه من وجهة نظرك ايه اهداف النادي الاهلي من مباراة بكرة مسلمان يتكلم عن مباراة بشكل احترافي ديدي جوميز المدير الفني كمان اتكلم انه هو اه هو بالنسبة له كمان عايز يكسب عشان يأكد تفوقه في صدارة المجموعة فيه طموحات وفيه اهداف مختلفة اهداف النادي الاهلي ايه او مسلمان يبكرة في مباراة بكرة ايه انا شوف كابتا نهائي ان رب سبحانه وتعالى ربما يكون الظروف في مباراة المريخ اه شاءت الاخدار ان تنتهي بهذه النتيجة عشان لعيبة النادي الاهلي ياخدوا برها من الراحة الزهنية بمعنى ماتش بكرة ما فيش ايضا ضغط اعلامي فيه لان مهما كات النتيجة لن تغير من موقف الفرقتين فايش المباراة هي اه اعداد في وجهة نظري للنادي الاهلي الفترة الجاية موسيماني عندهم ساحة انه يجرب بعض اللاعبين اللي ما شاركوش في الفترة الماضية انا بالنسبالي مباراة نادي النصر في الكاس يوم الاربع اهم من مباراة سيمبا بكر لمباراة النصر هي المؤهلة للدور ديبطولة اخرى لازم النهاردة اه طبعا نادي النصر اللي هو احترامه كل شيء لكن بالنسبالك كريم سعيد هقولك ماتش من الاربع اهم بكل تأكير ويجب التركيز فيه او تركيز اعلى مباراة سيمبا مباراة سيمبا اه طبعا اللي اعتبروا الحاجات دي قلنا للأهلي لو بلعب ماتش ودي بينزل الترجيب بتاعه عايز يكسب لكن بكرة فرصة انك تجرب بعض اللاعبين انه ما بيلعبوش بقالهم فترة وتزود كمان فترة الراحة الزهنية يعني اللاعب داخل مباراة دي مفيش اعلام عليه فيش سوشيال ميديا موضوع بسيط مفيش اي ضغط واعتقد الفترة دي هتكمل معانا بالشبه او بالنسبة بسيطة يوم اللاربع لان بعد يوم اللاربع انت هتخش في ترك صعب جدا 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 كل تقليما تلات ايام وايه ومع طبعا فترة صيام ما حدتكلم اه لا المتشطة دي بتلاعب بالليل ولكن احنا عارفين في رمضان رمضان النظام الغذائي للعيب بيختلف النوم بيختلف كل حاجة بتختلف كل حاجة بتختلف ايه دكتور تخزية هيجي قولك عشتك في رمضان شيء وبعد رمضان حاجة تانية في رمضان انت محتاج ان انت تعود جسمك سوائل ومعادن وفيتامين وحاجات كدير جدا جدا فبالتالي احنا افهوجة نظري جاب من عند رب سحوها تعالى الفترة دي ان احنا نشم نفسنا شوائق الفترة دي ايه يا كريم يعني انت بتتكلم على مبارات سنبا احنا لعبناه يوم اعتقد كان يوم سبت يوم سبت السبت اللي فات السبت اللي فات لغاية السبت ثمانة ايام ومن السبت للاربع عادي ثلاثة ايام يبقى بنتكلم يا كابتن هاني في حداشر يوم حداشر يوم دور انا طبعا فترة مش كبيرة او انا كنتش حاطة مكملناش اسبوعين بس اللعيبة زهنيا ياخدوا ياخدوا راحة من الضغط ان انت كل برضو لعيبة عارفة ان انت مطالب بشي كل مبارا مطالب بشي احنا جينا بعد الهزيمة من سنبا واحد صف لو تفتكر في اول جولة كل المباريات بتاع الدولة ابطالة افراقية كلها ضغط ضغط عصبي ايه عايز تكسب برا وجوه كمان لما جيت تعادو بتاع فيتا كلوب زود الضغط فانا شايف ان اللعيبة تبدأ تشمنا بسها شوية وان شاء الله برضو في مرات النصر تتلعب ببعض من التركيز اشان ان شاء الله نضمن تأهلنا للدور القادم ويبدأ بقى الايه الشهرين الشهرين بتوع حسم امتحانات السماء العامة علفهم الشهرين دول الشهرين قبل امتحانات دول نهي بصراحة ضغط فترة ضغط كبيرة جدا طيب على مستوى على مستوى رفع الدغوط الدغوط على اللعيبة راحت بعض اللعيبة شايف شايف مين اكتر واحد محتاج الفترة دية مين اكتر واحد في النادي الاهلي ملعبة النادي الاهلي ممكن جدا مسلمان يبصلوا ان الفترة دية لا التمرين بس استشفى عشان عشان نركز في الفترة اللي جاية ومين كمان من الناس اللي برا اللي لازم تاخد عشان تبقى كمان عندك عندك ريزيرف عندك البديل اللي جاهز في المعمع في شهر ابريل ومايو والله كنت نلعب كتير بصراحة يعني النادي الاهلي فيه لا يقل عن خمس او ست لعبين في وجهة نظري فعلا محتاجين ان هم ياخدوا برهة من الراحة بعد كمية الضغط طبعا اولهم في وجهة نظري ايمن اشرف ايمن اشرف انت بتلعبوا في كذا مركز في الوقت الاخير بسبب اصابة معلولة شوية باك الشمال شوية مساك والمركزين برضو فيهم يعني التعب وفيهم تركيز وضغوطات كبيرة قدامه نفسين مختلفين سواء مستوى المحلي او مستوى القاري فايمان اشرف بالنسبة لي محتاج ان هو يعني يشم نفسه شوية محمد هاني محمد هاني ضغط كبير جدا جدا في الفترة الاخيرة عليه ولعب مبرات كتيرة جدا 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 واعتقد ان هو برضو محتاج ان هو ارتاع عمر السلية برضو نفس الامر مجدي افشا وديانج يعني فيه لعيبة كتيرة بصراحة ربما تلاقي يعني بعض المساحة في خط الهجوم لما بيبدلوا مع بعض مع اختلاف الخطة بتريح شوية محمد شريف لما بيلعب لوحدهم ازاي ميلعب مع مرام محسن بزبط فيه روتيشن شوية قدام يعني بزبط فيه بزبط فيه حد بيشين معاك بزبط لكن فيه بعض المراكز بتلاقي ان اللعيب هو مفيش غير انت محتاج انك تلعب بيه طوال الوقت وبالتالي بشوف حتى بدل البانون بشوف ان هو حتى ربما واضح ان هو متأثر جدا بموضوع المتخب المغربي ده ان هو لم يتم اختياره في القائمة تتفكر ده كان جزء من تأثيره على مستقل طبعا 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 اكيد لاني بدرب انه ما كانش عنده مشكلة بدانية في المباراة كده عنده بس زهنه قراراته عشان ياخد قرار اه يعني هو حتى الكرة بتاعة البيانيتي وضحت ده لان اللاعب بتاع المريخ بياخد الكرة وبيخرب برامضة الجزاء خلاص سيبه تشمحتك اصلا ان تاخد الكرة منه ان هو قرارة مش عام عليك خطورة فده بيوضح لك ان اللاعبه بعض اللاعبه عندهم يعني ارهاق ذهني وابد بعض عنده ارهاق بدانية طبعا على الجانب الاخر انت شايف مين من الضروري انه هو خلال الفترة دي يجهز بمعنى اصح على المستوى البني على المستوى البدني عشان يكون كمان سلاح موجود معنا في خلال الفترة اللي داي اشوف طبعا اقرب طوفيق اقرب اه والناصر ماهر فرصة حلوة دي فرصة رائعة لناصر ماهر طبعا ان هو يخش يلعب كابليميك خصوصا الناصر قبل الاصابة كان في واحدة من افضل من افضل من افضل فتراته مع النادي الاهل او حتى مع المنتخب الولمبي وبالتالي اتمنى بصراحة ناصر ماهر تبقى دي فرصة لان وجود ناصر ماهر بقى في التشكية الوقت يا كابتن هاني في الفترة الاخير احنا الوقت بنتكلم على التلت الاخير من الموسم اه صحيح تبتفنش فالتفنيشة واحدة من الاهم النقط اللي انت محتاج فيها ان معاك دكة قوية ودي مثال في وجهة نظر الشخصية البحثة واحدة من النقط اللي خسرتنا شوية في البطولة بتاعت اللي خسرتناها قدام الوداد قدام الوداد اللي كان فيها الكابت حسين بدري المدير الفني هو اصرار الجهاز الفني ساعتها على تحقيق بعض الارقام الكلاسية في الدوري وانا مفنشين الدوري بدري وفضلنا نلعب بالاسيين لوقت متأخر عشان بعض الارقام الكلاسية مما اثر على بعض الاصابات اللي وجهتك في البطولة خصوصا ان انت في المندور التمانية ساعتها لعبت التلات مواجهات صعبين جدا ترجي في نجم ساحلي في وداد في الفاينل الاصابات ساعتها اصرت عليها وده التلت الاخير هبنتكلم عليه من الموسى فمهم جدا في الرمق الاخير زي بالضبط كده السباقات العدو صحيح في السباقات العدو الطويلة بكمش طبعا 100 متر شكرا رجل بيسفر اجري لكن الطويلة الخمس تلاف متر والألف متر بتحتاج انك تمشي واحدة 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 اول ما تسمع السفارة بتاعة لست ترك باقصى جهد عندك طلع ولازم تكون محضر لهذا الجزء انت هتستخدمه في اخر 100 متر يعني انت ما تطلعش طاقتك مرة واحدة عشان الاهم الانطار الاخيرة وبالتالي زي ما انت بتتقول كده احنا عندنا تقريبا وصلنا للحد الاقصى من الاجهاد وبالتالي الفترة داية اللي جاية مهم جدا انك تعيد تاني وتعيد شحن البطارية من اول جديدة عشان المشوار اللي جاي هو المشوار الاسعب وضلا برضو يا كابتن هاني ان العمود الفائلي بتاع النادر اهلي هو العمود الفائلي بتاع متخب مصر يعني مثلا في الفترة التوقف الدولي فممكن العبود تقول لي الحمد لله فترة التوقف الدولي جاي استنى يا باشا عشان احنا رايحين كينيا ورايحين مش عارف فين ورايحين فين فبرضو في الجهاد وفي تعب فبالتالي العمود الفائلي بتاعك مرتاحش فنقطة مهمة برضو في تخطيط الجهاز الفني للفانيشنج بتاع السيزن ان انت يكون معاك ذكة قوية فوقت كويس جدا جدا انا بشوف ناصر ماهر واحد من اهم العمودة في الفائلي واهم اللعيبة اللي انت بتحتاجه ويبقوا معاك تحصلوا برضو اكيد طبعا اتمنى صلاح محسن برضو ان شاء الله باذن الله ورقة مهمة جدا جدا كجناح او حتى كمهاجم صريح بيلعب الدورين طب كان متوقع ان الكهرباء يخش القايمة هل انت شايف برضو لسه نتيجة طبعا توقف شهر اكيد كان بيتمرن في الشهر ده لكن بعيد عن الكورة اه بس بعيد عن الكورة هل كنت متوقع وجود كهرباء بكرة في القايمة واشتراكه وجزء من المباراة ولا انت شايف انه ممكن بيحضر كهرباء لمباراة ياخد بداية مثلا مباراة كاس مصر امام النصر لا انا شايف ان الجهاز الفني في يعني راحة كهرباء له مطلق الحرية في اختيار التوقيت المناسب لعودة كهرباء وعلى كهرباء ان هو طبعا يلتزم باي قرار ياخده الجهاز الفني في الوقت الحالي ده شيء مهم جدا جدا عشان بس نبقى احنا واضحين مع بعض في الجزء الانضباطي عشان هو اتقرر كذا مرة فاحنا في الوقت الحالي خلاص لو النهاردة لم يتم الاقتيار اوكي دي وجهة نظركم موجود في مطلق النصر انا موجود مش موجود اوكي انا مستعد وبتضرب عشان انا بتكلم على الشكل الفني وعلى شكل التجهيز اعتقد لا لسه ممكن ممكن مباراة النصر سيمبلا مباراة النصر اه لاني مباراة النصر اكيد هي مستواها اكيد مش زي مستويات الدورة بتاع افريكا ولا حتى الدورة الممتاز وفيها فرصة وكمان تدي مساحة لان زي ما حالك تفضلت وقلت اكيد كهرباء في الفترة دي كان بيتدرب فتنس وبيتدرب بدني اكثر ما بيتدرب كورة صعب جدا حتى ايضا لو بيمرر كورة مع زميل او حد معاه مستحيل تبقى التمرينة دي نحسبها او نقارنها بتمرينة فرقة كاملة وانك بتخش في مجموعات وبتعمل بعض المهارات طبعا فيش اي مقارنة وبالتالي اشوف خروج كراربة من قائمة بكرة كرار السليم ربما يكون فيه مساحة فيه بعض المساحة عشان برضا كن ضقيق في كلامي في مباراة النصر كريم انت قلتلي مهم جدا جبتلي اسمين اكرم توفي واتكلمت على ناصر مهر عناصر مهم جدا عايز اناقش معك برضو احمد بيكام بيكام انا نفوته بصراحة انا عاسب اه فوته طبعا اه ما تفوتش معايا حاجة افوت بيكام انا عاسب لا تمام يعني انا اتكلم على بيكام كمان على اساس عندنا مشكلة في الباك الشمال ايمن طبعا غياب علي معلول محمد وحيد ايمن لسه موضوع الاجهاد اتكلم على بيكام وكيفية توظيفه في الفترة اللي جاية واتكلم على عودة وليد سليمان واشتراكوا حتى في مباراة اللي فاتت هو لو جزء صغير من المباراة شايف كمان وجوع وليد سليمان يعني مفيد جدا يعني هبدأ طبعا برمضان بيكام واحمد بيكام بصراحة زي ما احنا كنا علي كتير ورقة مهمة جدا في دفاع النادي الاهلي خصوصا لما بيتم توظيفه في مركز المساك او حتى لما بيكون باك يمين ويضم مع الاتنين مساكين لو انت حبيت تقلي بالطريقة في وسط الماتش لثلاثة أربعة ثلاثة يعني دي ممكن تتام بوجود رمضان بيكام بالضبط طالما انت ما طيرتوش فدي واحدة مهمة وكمان شوفنا رمضان بيكام قدر برضو يلعب باك شمال لما احتجناه في المركز ده ما كان عندنا نقص فيه فطبعا فكرة الروتيشن في مراكز اللعيبة في الخط الخالفي مهمة جدا جدا لعيب جوكر انا كنت دايما احب احمد فتحي في الجزء ده كنت دايما احب حمد طلبة في الجزء ده ليه لعيب تقدر تحركه بقدر المدير الفني يستغله وقت ما هو يحتاج سواء داخل مباراة او خلاج مباراة وبالتالي اشوف احمد رمضان بيكام مهم جدا انه هو يتواجد ان شاء الله في مباراة الغد كأساسي اتمنى اتمنى كباك يمين اتمنى بصراحة ان انا اشوفه ان هو مهم جدا ان احمد رمضان بيكام ياخد بعض المباراة ونشوفها ع 90 دقيقة كمان عشان يبقى محافظ على حساسية المشاركة دي مهم جدا انه ربما لاعب يتقلق في التدريبات بشكل كبير مشتور دي بشكل كبير لكن المشتور الرسمي كابتنين طبعا عصبية مختلفة وخصوصا للعيب لا بيشاركش بانتظام بيبقى نازل مركز قوي وعايز يحس بان الناس بتتفرج عليه وانه عنده حاجة جديدة يقدمها نفس الامر بالنسبة طبعا لأقرب لكن حرارة برضه قلت اسمه مهم جدا 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 لدورة ابتداء أفرق وهو وليد سليمان وليد سليمان لو نفتكر في الموسم اللي كان موجود فيه كارتيرون مدير فني للنادي الأهلي وليد سليمان في وجهة نظر الشخصية كان له الفضل الأكبر في وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية بعد المجهودات اللي قدمها في في البطولة ساعتها وجاب لنا جون في الجزار كان جون مهم جدا وليد سليمان هنا الخبر جوز الخبر ربما وليد سليمان ما يقدرش مسلا يديك تسعين دقيقة بسبب عامل السن ولكن في نقطة مهم محدش عندك عنده نفس الخبر بتاعته وليد سليمان في الخط الأمام تقصد الأربع طبعا وبرده وفي قياط الفريق كخبرات وكأراء وكواحد يعني من الجيل الزهبي للنادي الأهلي فبنتكلم على واحد يعرف يلعب في أي ملعب خارجي بره أفريقيا خاد كل التجارب دي خاد ملاعب صعبة جدا وقعد في فنادق صعبة جدا وظروف معيشية صعبة جدا ده احنا بنحتاجه في الفترة اللي جاية ليه زي ما قلت بتلعب على جزئيات بسيطة لو غلطت خلاص ما فيش عاود من زي الدوري لو خسرت فيه من ساحة انك ترجع فيه من ساحة ان المنافس بتاعك يقع وتستغل خطأه المفضول التمانية ما فيش هو نوك آوت زي الملاكمة خط القضي انتهى الموضوع هتفرق معانا كريم ان احنا عشان طلعنا تاني هنلعب المغارات الزهب في القاهرة والمغارات العودة هناك ولا مع النادي الأهلي طبيعي انها ما تفرقش ده أيام ما كان فيه جمهور ما كانش بتفرق أيام ما كان فيه جمهور ما كانش بتفرق ما يبال بحضر لك لما ما يكونش فيه جمهور أو حتى فيه ألف متفرج يعني لا طبعنا مش شايف في الوقت الحالي فيه أي مشكلة في موضوع الأويل الأول أو الهوم الأول وشايفين بعيدا يعني شايفين في أوروبا موضوع فهنا لما فيش جمهور خطأ مش فرق وقالت تراف ملعب كوروان طيب موضوع حتى وانا اعتقد يعني التحاد الأفريقي لما قال إن هو مش هيسمح يعني بالجماهير عشان الظروف بتاعة كورونا الوقت في العالم برضو واضح نرجع الأرقام رجعت تزيد للأسف يعني بس نتمنى يعني خش عن الصيف ونخلص من الديلامة دي ولكن حتما بنتكلم ندرور للربع نهاية كابتن هاني طبعا هيقام بداية من 15 مايو يعني نصر شهر الجاي فبإذن نتبقى الظروف أفضل ولكن ما أعتقدش أي فريق هنلعبه وإيه هيدخل كاميا ماكسيم من خمس تلاف مع كامل احترامي لا يوازي نادي الأهلي خلاص تعود يعني أنا في رأيي حتى أنت كسبت الوداد هناك في الوداد خلاص كسبت بيدا كلاب هناك لا أنا بكين كمان إحنا لعبنا ما أتشاط إيه إلا جدا إحنا خدنا من تراجي فاينال في وسط أربعين ألف متفارج وخدنا فاينال من الصفاقسي وسط سبعين ألف متفارج حتى إيه مع إخلاف اللاعبين ولكن الخبرات دي مجهودة فإحنا ما عندناش مشكلة نلعب مع جمهور وها بس أقصى تقدير يوم ما هتلعب مع جمهور في الأدوار الجاية خمس تلاف عشر تلاف مش هنشوف أعتقد اللي شفناه في ماتشي سنبا في الأول ده مش هتقرر تاني طب نرجع لسنبا نعم وأنا في اعتقادي مفاجئة المجموعة أو يمكن مفاجئة دور المجموعات كلها نعم إيه سر تفوق سنبا هل على المستوى على المستوى الفني على المستوى البدني على المستوى الاستثماري في بلاننج موضوع للنادي فالناس عندها يعني عندها نشوة إنت شايف سنبا إزاي على المستوى الفني هاخد من كلام باربرا جونزالس المديري التنفيذي لنادي سنبا واعتقد بقى توجه يعني مألوف لنا في الفترة أخيرة في الأخبار وكان عندها حوار مع أحد وسائل الإعلام الأفريقية الشهيرة يعني وحوار فعلا يعرفنا ليه سنبا تطور من الفرق اللي احنا كسبناها هنا في برج العرب خمسة صفر آه ما كسبونا سعادتها هناك بس هنكسبنا هناك خمسة صفر وفيتا كلوب كانوا معنا في نفس المجموعة برضو وكسبوهم خمسة صفر رغم طبعا سنبا سعادتها فنش تاني وورا نادي الأهل يفرق نقطة عن فيتا كلوب وما بين الفريق اللي قدر السنة دي يروح يكسب فيتا كلوب ويكسبوا أربعة في تانزانيا ويأملوا أنه هم طبعا لقدر الله يحققوا النتيجة إيجابية قدامنا بك إيه السبب بابا بساطة الناس قعدوا يا باربرا بتتكلم بتقول إحنا شفنا مستوى فرقيتنا في الفترة اللي حاصل في موسم 2017-2018 وقيمنا الأمور وأول حاجة عمل أول قرار خدوه يا كابتن لين أول قرار جابوا فريق تحليل بالفيديو للفريق وللمنافسين قبل ما يفكروا في الموديل الفني دي الخطوة أقول قبل الموديل الفني الخطوة أقول جابوا فريق عمل تحليل بالفيديو للمنافسين وللفريق نفسه عشان يعرفوا مواطن الضعف والقوة عند الفريق نفسه وعند أمو نفسين طبعا قرارهم لما جابوا دي دي جو ميز في شهر يناير الماضي يعني دي دي جو ميز كان مسكن مريخ بس كان عنده مشكلة في الراتب الشهدي كان عنده مشكلة في الفلوس وسبه وكتلقرة عبلت وتعرفت المريخ مع سيمبا سب المريخ وراح سيمبا دي دي جو ميز لما راحوش ولقى ان فيه الظروف المحيطة بيه في الفريق تساعده انه يعمل شغلة افضل من اللي كان عامله مع المريخ مش عزيني انسا دي دي جو ميز كمان كمسكن الاسماعيل بس يعني معملش اسم مع الاسماعيل لان برضو المشكلة قد تكون مش عند المدير الفني الظروف المتاح حالية مش مخلياني اقدر اشتغل فانا بشوف ان القرار اللي خليته ادارة النادي سيمبا بتبين ادارة محترفة ادارة محترفة جدا ادارة محترفة جدا ادارة انها تشتغل على البيزنس بتاع الكورة دي في وقت الحالي ازاي نهار اطور نفسي وبالفعل حتى النهاردة يعني اختيار دي جو ميز لما بنشوف لما تشامة وموسيكوني بيغيرهم مليميلي الشمال ده بناءا على تحليل الارقام اللي معاي فهو بيستخدم الارقام حتى هل تفتكر ادارة مريخ قلتلك ان لي كلارك المدير الفني بتاع المريخ حيلعب بشكل مبني على الارقام ومبني على الاحصائيات ابعد ما هو يعتمد على المعايا مين وبالفعل شوفنا المريخ ايا كان ما سعادش بس الفريق قد مستوى مختلف عن المباراة اللي احنا شفناها لما كان ماسكو نصر الديني النابي فده يبين لنا ان المدير الفني اللي بيجي من اوروبا والمدير الفني المحترف اللي بيعتمد في خطته على جزء منها اركام مشكلة طبعا على جزء منها فده انا بشوف هو اللي خلى نادي زي نادي سيمبا مختلف تماما وكلامه حتى نهاردة عن نادي الاهلي واتمنى طبعا ان قامتن الاهلي زاعته بنشوف يا كابتن هاني بيحاولوا النهاردة في سفريتهم بمصر بيزوروا منشآت النادي الاهلي الوفد بتاع سيمبا لف على فروع النادي الاهلي شاف المنشآت شافوا الشغل بتاع النادي الاهلي وبيحاولوا يعملوا بيه بقى ياخدوا كوبي وبيست صحيح بيحاولوا من منظومة الادارية كمان ومنظومة الفنية والسوشيال ميديا وكل حاجة وبيعازين ياخدوها عشان يطبقوها في سيمبا والمديري التنفيذي اللي باربرا على تويتر حساب الرسم بتاعها على تويتر بتكتب إشادة بالنادي الاهلي بكل هذه النقاط قدام مين بقى قدام شعباء بتكتبش ذلك نحن كمصريين لا هي بتكتب الكلام ده للإعلام في تنزانيا للإعلام في أفريقيا لمواطنين في تنزانيا عشان يعرفوا قيمة النادي الاهلي خارج الملعب بالزبط لها حتى قالتها في التويتر قالت أنا بتكلم خارج الملعب النادي الاهلي مش كبير بس داخل الملعب اللي انتم بتشوفو داخل الملعب ده فرقة الكورة إنما خارج الملعب ده عملاق لازم كلنا نتعلم منه والناس حتى يشوفوا الردود بتاعة الجماهير في أفريقيا من جلوب أفريقيا ومن ناجيليا ومن غانا كله عمال يشيد به النادي الاهلي وعظمة فدي ناس محترفة ما عندهمش أي مشكلة نيقولوا في ناس أحسن مننا هنتعلم منهم وهناخد الحاجات منهم كوبي وبيست عشان نتطور لو ما كانش النادي الاهلي ماشي بخطة احترافية ما اعتقدش هم كانوا فكروا وهم لما جم كمان من سبع شهور أشادوا بالدور اللي انت بتقول عليه مش جوه الملعب مش موضوع مش موضوع ماتشو أو مباراة الموضوع أنك عندك إدارة كمان على مستوى عالي جدا عندك كوادر إدارية بشكل كبير عندك بنية أساسية تفرجوا على المنشآت تفرجوا على الافتتاحات بالنسبة كمان للفروع النادي الاهلي نعم وزي ما انت بتقول بياخدوا كوبي بيست ويمكن التويتر اللي هي كتبتها كانت ردود الأفعال كمان رائعة يمكن كل وقت التويتر على الشاشة أمامنا أنه هو زي النادي الاهلي نادي كبير وهي في اعتقاد النادي الاهلي هو رقم واحد على المستوى الأفريقي كله من حيث زي ما انت قلت بس مش داخل الملعب لكن على مستوى الانشآت على مستوى الكوادر الإدارية على مستوى الإدارة مجلس الإدارة فأعتقد ده شيء مهم جدا أن يعني كمان فرقة بتاخد حزو النادي الاهلي وحلعبها بكرة وحاجة للموضوع فني نخش بقى في الفنيات شوية نخش في الفنيات هلاق أنه هم حتى في كلام بربرا ما تكلمت في الحوار ده وكلام دي جميز أنه هم قدروا يعوضوا الخسارتين بتوع الأهلي وفيتا كلوب خمسة صفر في موسم 2017-2018 يعني هنا طبعا المباراة هم خلص حسم الصدارة ودي دي جميز ربما يكون فوجة نظري يعني التصريح كان خدع شوية هو قال أنا جاي هلعب بالأسيين فولتيم أنا جاي جاهز وعايز أكسب بالضبط كان بعد التصريحات اللي جاية من الإعلام التنزيني بعد مباراة فيتا كلوب إن دي جميز هيريح على أقل تقدير خمس لعيبة طبعا معاهم برنارد موريسن لعيب خط الوسط الغاني ده أريدي موقوف طبعا عايز عايز برضو للأسسادة مشارين نفتكر تشكيلة الفريقين في المباراة الأولى يعني برضو نفتكر إزاي كان بيلعب طريقة اللعب كان بيلعب 4-4-4-2 تقريبا نفتكر برضو التشكيل وطوله لنا ونشوف إحنا في بعض الأسماء لو شوفناهم بكرة في الملعب هيبقى أكيد دي جميز بيلعب بالتشكيل الأساسي وهما الأسماء التالية أول واحد طبعا المدافع الكيني اللي احنا عملين نقول اسمه بقالنا كتير أونيانجو واحد طبعا من أفضل المساكين في دور الأبطال السنادي وقدم مستويات مميزة جدا 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 المساكي اللي جانب هو برضو بيكون معا الصنائية اللي اتنين دول أسيين مع بعض لوانجا لعب خط الوسط اللي احنا تكلمنا عليه كتير وي تشاما طبعا الجناح رقم 11 الحريف جدا 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 لواحد من طبعا الرقم 17 مش 11 بصدب للرقم 11 هو ميكسو ميكسوني هو طبعا لعيب جناح مهم جدا هو جافينا الهدف في ماتش الجولة الأولى فلو شفت الخماسي ده في أرض الملعب يبقى دي جميز بيلعب بتشكلته الأساسية وما غير في وجهة نظري هو محتاج ان هو يغير التشكيل بتاعه عشان يدي مساحة للعيبة بتاعته طبعا ان هما عندهم منافسات في الدولة وكمان لسه يبقى داخل على دور الربع النهائي وكمان مش عايز يكشف أوراقه كلها للمنافسين خاص المباراة دي مباراة مهمة الناس هتتابعوا خلاص سنبا السنة دي الناس بركزها معاه طبعا من دلوقتي لخد الصدارة من حمل اللقب يبقى فريده تركز معاه وبالتالي هو قوة بيحاول نهاردة يقرره تجربة مازامبي وتجربة أسك أبتجان في الماضي هما فرقة يقدر يصنع منها أوسان داونز نهاردة نهاردة أقدر أضخ أموال كتيرة في فرقة وأجهزها بلعبين صغيرين في السن مغمورين وأبدأ أشتغل عليهم بمدارس أوروبية في التدريب فأبدأ أطور مستواهم وكمان في نقطة مهمة السن بقى أنا في وجهة نظري حتى أقصى أماله حتى لو خرج من دور ربع نهائي في دول الأبطال كم الفلوس والمداخيل اللي هتخشله في نهاية الموسم ده من بيع اللعيبة اللي معاه هتبقى كبيرة جدا وده أعتقد تارجت بالنسبة لهم هو يصلوا لأبعد نقطة أعتقادي وصلوا من دور التمانية ده شيء أكتر من رؤية كبير جدا طبعا وعطبك يا كابتن هاني هم كمان هيخشروا يقدروا ياخدوا فلوس كبيرة جدا من البيع اتنين لعيبة بس يعني ممكن يبيع اتشامة نفسه لو باع رغم نصنه كبير شوية بس لو باع بمبلغ كويس هيقدر فريق سنبا يتحول لغول في أفريقيا خلال السنوات القادمة لو هو معه فلوس كويس هشوفنا مازمبي السنة دي في أضعف أضعف نسخة له ليه فريق ما قدش يضم لعيبة كويسة بعد ما في الجيل اللي عمله اسمه مشو عن الفريق فبالتالي بشوف سنبا واحد من النمور اللي جاية في أفريقيا الفترة اللي جاية وأكيد التركيز معها فنيا وإدارين هيبقى قوي جدا لو غير في الأفراد زي ما أنت بتتكلم هيغير طريقة اللعب تغيير واحد بس يعمل يعني بلعب أربعة أربعة أثنين تغيير واحد فقط بس يعمل اللعب أربعة خمسة واحد أربعة خمسة واحد هيزود في نص الملعب لمجرد بس أن هو طبعا عارف أن اللعب على في مصر هيخلي نيد الأهلي أكيد عنده أفضلية الهجوم وهيبدأ هو عايز يقطر لعيبة خط الوسط وأعتقد هو شاف ماتش المريخ وشفنا برضو ليك لارك عمل نفس الفكرة يا كابتن هاني لما حطلنا ثلاثة في خط الوسط وبسبب التداء في خط الوسط خسرنا نحن الكرة الثانية لأسباب كتير بصراحة بس كتواحد من برضو تاني من النقط اللي بتخصن للماتشتر الأوي هي الكرة الثانية وطبعا الكرة الطويلة بتشغالة باسم نحمر رحيم يعني من أول المباراة لغاية آخر المباراة ده الأسلوب الأمثل للفرق اللي بتلاعب النادر أهل في مصر عشان تقدر تخلق هجمات نفس الأمر عملوا فيتا كلوب معنا مرة في شطر الأول جابوا منها هدف وعملوها مرة لما جم خدوا ضربة الجزاء غير المستحق في نهاية المباراة فأنا في وجهة نظري التغيير الوحيد اللي هنشوف بكرا في سنبا إنه هو بس هيتخلى عن الاتنين اللي جنب بعض وهيخليها أربعة أربعة هيتخلى على رأس أربعة من الاتنين وهيبقى أربعة خمسة واحد بزرط أربعة خمسة واحد وأربعة أربعة واحد طيب على سبيل المثال نادي الأهلي كان في مباراة المباراة الأولى كان بيلعب تلاتة في نص الملعب كان بيلعب ديانج وحمدي فتحي وأكرم اعتقاد الشخصي السيناريو هيتغير أكيد هيتغير أكيد حمدي طبعا إصابة أنت بتتكلم خلال حديثنا بتتكلم عمر السلية محتاج شوية إنه رايح ما بقاش غير عندك أكرم وأنت قلت إنه ممكن محمد هاني رايح فهحط أكرم توفيق هنحل دي إذا محمد هاني لو رايح هنحط بك ونحط بك ونحط شمال نحط نحط آيمن وكما محتاج طبعا بكرة محتاج برضو يعني ممكن فيه مساحة لربيعة أو ساعد ده لسا أقولك ده برضو فرصة لعودة ربيعة ساعد يشوفهم جزء مباراة ولا ممكن يبدأ بيها واحد منهم على أقل تقديري محتاج أن هو ياخذ مباراة محتاج عشان تدخلهم فترة فترة أنا بشوف يا كابتن هاني الفترة دي حلو مهمة مش هتيجي تاني لسا قلت بقول تاني خالص كامل مباريات والضغط اللي احنا هنشوفه نتمنى نتمنى الضغط يكمل معنا لغاية شهر عشرة ما بداش قد مشكلة عشان بس ننكمل مشوارنا سواء في المحترك الأفريقي أو حتى المحترك المحلي بس الفكرة أن أنا أشك أن يجينا 11 يوم زي دول تاني حتى إيه ممكن حد يقول لي طب يا كليم ما هيجي توقف دولي آه ما هيجي توقف دولي هيتاخدوا منتخبات وإذا أضافنا كمان أن أكيد ربما ياخد يروح المغرب وكمان وديانج بيروح مالي فيه بقى كم هائل هيروحوا في أوقات أنت فعلا هتبقى محتاج أو لعيب بس أو اتنين من الخمسة حد يتكلم عنهم دول ياخدوا روحة سلبية 48 ساعة يعني ما يلعبوش كرة خالص طب أنت قلت خمس لعيبة ما جبتش سيرة محمد الشناوي هل محمد الشناوي أنت شايف أنه يستمر شايف أنه ممكن برضو يقلل ضغوط شوية ونبدأ نكسب مثلا يعني علي نطفي علي نطفي علي نطفي أنا مالكة حالس المرمى عمري ما أقول عليه أنه عنده إجهاد ما قدرش أقول هذا إزاي بقى فاش إجهاد لا حالس المرمى ما قدرش أنه مجهد يعني صعب جدا أنا أقول أنه مجهد بسامة بريات حالس المرمى بقى عليه محاولات في المرمى الإجهاد الزهني برضو كريم إجهاد كبير جدا أنا عارف أن حراس المرمى يمكن كمية الجاري مش كتير لكن عملية التركيز وعملية مجهود أنت بتحس هو بيحس بعد المباراة يعني عمل مجهود كبير طب أنت شايف رؤيتك يعني نتكلم وجهات نظر حراس المرمى فيها مدرستين في مدرسة بتقول بعمل روتيشن على حصل بطولة دي واحدة منها مثلا كان أعتقد كانت في برشلونة كان في حارس بياخد الدوري وحارس بياخد لا وإيه مش كاس بس دوري أبطال والأمر دي برضو كان مرة أعتقد ربما في برشلونة هو أبسط مسأل عندي أو أعرب مسأل عندي دي مدرسة أنا بشوفها مدرسة دي مش نكحة لأن لو أنت الحارس المرمى أنا بحيب حارس المرمى اللي بياخد كل المباريات ويستمر فيها لغاية ما يحصل حاجة متنية لقدر الله يحصل إصابة أو أو إيكاف طبعا أو أنه فيه ضعف في المستوى يحصل مشكلة كبيرة فأنت ما تقدرش تتحمي بقى الضغط ده آه سعب بتحصل وأنا بحيب المدرسة دي اللي بتعتمد لحارس المرمى لأطول فترة ممكنة إفازا على ثبات المستوى الروتيشن في حراسة تمامة دي أبحب بقليش لكن ممكن بكرة يحصل فيه مساحة أن محمد الشيناوي يريح وياخد علي لطفي لأنه برضو علي إحنا جئنا استخدمناه في بعض الأوقات وأثبت جدارة جيدة جدا جدا وكان له تصديات ممتازة فممكن بقى فيه مساحة لكن أنا في حتة أن أنا أقول أن ده تم بسبب إجهاد لا هنش بسبب إجهاد ولكن بسبب أن أنا عايز أدي فرص آه أوكي ده مفيش مشكلة فيها على مستوى رأس الحرب برضو موضوع الروتيشن الناس بتتكلم الروتيشن برضو على مستوى السترايكر مش كتير أوي خاصة الناس بتتكلم محمد شريف هو نخليه شوية في سؤال حلو يعني محتاجين المسلمين بكرة يجاوبلين عليهم طبعا مباراة بكرة زي إحنا قلنا لحد ما ما فيهاش ضغوطات كبيرة هل هتبقى على الأربعة أربعة أثنين اللي انت لعبت بيها في فيتا كلوب والمريخ اللي احنا طبعا ندور آخر ماتشين لأنه ما لابناش دوري بسبب التوقف الدولي فإحنا هنا غيرنا الطريقة وإحنا طبعا متعودين مع موسيماني أربعة أثنين ثلاثة واحد أو لما بيهاجم بشكل فيه يعني شهراسة شوية بيحولها الاربعة أثنين فالأربعة أثنين بدأ خدناها لو إحنا محتاجين نقط من ماتشات معينة وعايزين نوصل للمرمة بسرعة انت وصولك للمرمة فأربعة أثنين أسرع بكتير من أربعة أثنين ثلاثة واحد التطبيق الصح ما احنا شفنا أربعة أثنين في الماتشين فيه ماتش طبقناه عشرة العشرة اللي هناك نعم ولعبنا برضو بنفس التشكيل نعم قدام المريخ اي وما عملناش نفس الشكل هو تطبيق الطريقة بشكل بشكل صحيح بس هنا فوجة نظرة فارق التطبيق ما بين ماتش فيتا كلوب وماتش المريخ هو اهتزاز الأداء بعض الشيء بعض الشيء عشان من نبقاش مقحفين بعض الشيء عند محمد هاني والزهني عند بدر بنهم هما دول لكن بقية الفريق احنا بدأنا بهجمة لمحمد شريف كان ممكن يجي منها هدف بسهولة جدا هو كان في مواجهة الحارس لما مراه محسن نزله الكور راح نتكلم عليها دايما داخل منطرة الجزاء وفرصة بعديها برضو كانت لمراه محسن فالطريقة كانت ماشية بشكل كويس جدا لكن المشكلة خاصة الاهتزاز من الهدفين الهدف الأول خطأ وعايب تحصل لا يوجد مشكلة ولكن هنا في نقطة مهمة لو هنحافظ للربعة وربعة واثنين يبقى مراه محسن مكمل ممكن تشيل شريف وتحط صلاح أو تحط بوالية خصوصنا الحمد لله الحمد لله أن الإصابة اللي حصلت في التدريبات بسيطة لكن لو هتكمل بربعة وربعة واثنين الأساسي فيها مراه 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 أساسي فيها عايز تريح ريح محمد شريف وإيه إدي فرصة لأي حد تاني طيب أربعة واثنين ثلاثة واحد نرجع بقى لأقديمه لو في فكر المسلمان هو هيبدأ بربعة واثنين ثلاثة واحد هنرجع لأقديمه يبقى خلاص هنا دور مراه محسن بيتشال على الدكة لأن زي ما اتفقنا مروان جهده بشكل كويس جدا 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 لما بيكون معاه حد جانبه حد بيشين من عليه وتعتمد على مروان في قتل العالية هنرجع أقفشة أو بقوا بقى أنت شايف وليد سليمان التوقيت ممكن يدي له من الأول جزئية فنية بالنسبة مثلا طهر محمد طهر هل نستفيد بطهر محمد طهر في أول مباراة ولا كبليميكر واجيه ويبقى عندك الشحات يعني قلنا التلاتة اللي تحت رأس الحربة توظيفهم بكرة ممكن يكون ازاي انا اتمنى انه يدي ناصر ماهر يدي ناصر ماهر بليميكر ويدي ولد سليمان على الخط ويدي طهر محمد طهر ويغير من الرباعي الامامي ويدي مساحة لان اللعبة فعلا يكون ثنائيات جديدة ساعاتي كابتان هينس ساعات في توليفات بتحتاجي نفس تغير بمعنى ايه طهر مسلا لما بيلعب مع عجيه ويجوا يعملوا يعني هم يغيروا اما كنهم مع بعض ساعات ما بتنجحش زي مسلا فوجة نظر شخصية البحث حسين الشحات وانا كده بحلل اداءه في مباراة كتيرة لقيت نوم ساحب مجي النادي الاهلي تخيل احلى احلى لحظاته مع النادي الاهلي لما بيلعب وينج ليفت مش وينج رايت احلى لحظات حسين الشحات مع النادي الاهلي لما لاب على الشمال وقدم سال هدفه في نادي الزمالك لما رقص حمد النقاز كان ليفت وينجر هدفه في الوداد لما لم الناس وبعترهم وعمل الجون المارادوني ده كان ليفت وينجر في كاس في المونديال لما جاب الهدف من العمق كان جاري من الشمال هو علشان بيلعب برجليل يمين فالدخلة بتساعد شوية لو بيلعب ناحية الشمال بيخش فبيتعطل شوية انا انا شوو دير فاني انا محلش انا اقول لك اهو انا اقول لك التحية دي فاني ساعاتي اقول لك لا والله انا تحية كريم عراسي بس انا شايف ان هو كويس عليم فانا بس بقول لك نحسين الشحات مثلاً مثلاً النقط اللي بقولها دي مثلاً إيه المشكلة ما نيجي في ماتش حسين يبدأ على الشمال إيه المشكلة؟ ده أشعالي ميه لو هي فعلاً عدلتك بتخليك مرتاحة إيه أبع الشمال شوية؟ وخلي بالك ممكن عشر داية ربع ساعة وتعالى ناحية الميه وبتحصل في ماتش المريخ نزل حسين راح على الشمال فالقصوده هي في بعض الأوقات الكابتن هاني بيبقى التوليفة التوليفة بتاعت المجموعة اللي بتلعب في أرض الملعب بتحتاج أن انت تغيرها خصوصاً لو نجيته حتى التغيير دايماً في كل فرق العالم دلوقتي بيدعابه بأجنحة هجومية لازم في الموش يغيرهم لازم يغيرهم الباير قدام النادي الأهلي كان على طول جنابري بيباير عشان ما يخليش الفول باك اللي قدامه يتعود وحافظ الأسلوب بتاع لعب المهاجر طيب آخر سؤال تتمنى يقابل من النادي الأهلي في دور التمنى سان داونز سان داونز سان داونز سان داونز لأ أزباب أقول لي أزباب سريعة أتمنى أتمنى لقابل سان داونز ليه؟ لأن سان داونز أنا بحب فرق جنوب أفريق لنا بتلعب كورة فيش عامل نفسية عامل نفسية بعيدة إحنا أول ما بنعرف هنلاعب فريق عربي مهما كنا في عصر إيه بس بيبقى في برضو بعض الأمو آه هي قلت عن زمان كتير لأن احنا لعبناهم كتير أو في فترة أخيرة ولكن ستيل برضو بيبقى فيه شوية كنا موجودين صحيح صحيح لكن أندي الجنوب أفريقيا بنلعب كورة للكورة فقط والتاني حاجة إحنا خلال السنتين آخرتين خدنا خبرة كبيرة جدا 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 باللعب في بريتوريا وعارفين أن هنروح نلعب السنة للعصر صحيح صحيح فبقى الموضوع بالنسبة لنا عادي فأتمنى بصراحة في وجهة نظري إحنا في الربع النهائي نلعب سان داونز ما بتحبوش بكرا ماتش كام كام وميلها يجدوا جوان بكرا إن شاء الله نكسب بإذن الله نكسب وبإذن الله نكسب برضو نتعدي في وسط الأسبوع بإذن الله مبروات الكاس إن شاء الله كريم بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعادة مستي جدا كابتان شكرا جزيلا دي كانت طبعا نهاية فقرتنا الأولى هنروح للمؤتمر الصحفي المستر المسلماني ومحمد الشناوي بعد المؤتمر فاصل ونستابل النجم الكبير أمير عبد الحميد خلالة أو خلالة خلالة لأخرى من المسلمين يمكنهم إخوة المسلمين ولكن خلالة لدينا بعض المسلمين من بعض المسلمين لذلك لنجد المسلمين هو بيسأل بيقول هل في فرصة منك تقهلت كده خلاص أنك تلدي فرصة لعيبة من التشليك ويقول لحسن الحظ والسوق الحظ في نفس الوقت لحسن الحظ في بعض العابين حياخدوا زمن لعب كنتش بيلعبه والسوق الحظ في لعبين مصابين عندي إصابات حيغيب غيابات بسبب الإصابة كنت أتمنى ألعب في رئيتي كامل كنت أتمنى ألعب في رئيتي كامل في التغاث عمال دي أنا مكبر عليها ودينا مجموعة ودينا مجموعة المسلمين مجموعة المنزل ومجموعة 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 لا يتغرق لأننا مجموعة ومجموعة 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 لنظر عبين and we were compromised by the game against Vita here which we don't want to talk about that match because it had a lot of situations even though we played very well in that match but some of the things were beyond our control but coming second is also a qualification and I look at it positively that last season at this point in time we were playing for the last match we were playing to qualify to the Gwain to the Gota Falcons so the positive side out of that is that we have qualified before the last match and coming first doesn't mean you will win the Champions League because the history says last edition of Champions League everybody who finished first was knocked out didn't go to the semi-finals so my experience says maybe don't know maybe deja vu or not I don't know but we are prepared to play anybody who is first but we are prepared to play anybody who is first be it Taraji I think there's been good history of Ali against those teams and the history is not too long just look back last year so I'm optimistic I look at the positive side because there was in my experience there are many times in my previous job we finished first on the group and we don't win the Champions League and the last time we won the Champions League with Mameleon Sandaos we were even kicked out we didn't even qualify for the group we came back because Vita didn't comply to some regulations with CAF and we have already played a configuration cup by the way that time and we were brought back and we won it so for me it's a lot of life lessons to learn from those things to finish him on the group doesn't mean you win the Champions League but group but we would have loved to finish first medically I'm not qualified to answer him the right way we haven't seen him since Qatar even in Qatar he only played not the full match one match and not one match so we had to replace him in the first game an important player for us very important you know very important he came I think maybe he came back too early and he was running and kicking the ball and again he went out just when he was just about ten seven days ten days and he had to go back from the beginning so we're waiting we're waiting for him we miss him we miss him but it's okay we have been where we are and he had to be playing we should not make that as an excuse because we got the bronze medal in the World Cup and he was not available we have done. the match on the world we did the match that over the world we had to acknowledge this we had to go into the match and we did a match we had to go through the first group and we were going to match in this match we were going to win however such a match we had to be like in the moment we were going on the match to take the chance we were going to a match we are going to a match from here مش عايزين نخش في حسابات ثانية بس الحمد لله رحنا للهدف اللي احنا عايزينه اللي احنا خدنا البنت اللي من هناك والحمد لله يعني ربنا ورفقنا هناك اه اوكي ممكن يكون فيه شوية اه ممكن ميكوناش في مستوىنا المطش ده بس اه اهم حاجة اللي احنا لانا رجعنا بالنقطة وطبعا باشكر العيب ان هو مشروط التاني كانوا على قد المسئولية ورجعنا الحمد لله بالهدف بتاعنا واحنا نفكر في اللي جاي وعندنا مطش بكرة طبعا مطش مهم جدا اه طبعا استعدنا لك كويس جدا والفرقة فرقة محترمة وحنا عملنا حساب اه اه اعمل لها استعداد كويس جدا واما حاجة اللي احنا نكون بكرة على قدل ننعمل اداء جايز وان شاء الله نعمل حاجة كويسة بكرة وربنا وفقنا ونفكر في المرحلة اللي بعدية المرحلة دي خلاص وستد من اول بكرة ان شاء الله ماتش يخلص وكده المرحلة خلصة وخش في اللي بعدية على طول ان شاء الله لقد لا يمكننا فرقة فلتي دي خلاص مستعدنا فدةadow يتعلم كل يوم حقا كددا أعتقد أنك ترى أشياء الأشياء من أشياء الأشياء أشياء الأشياء يجب أن نتعلم من ذلك لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا هذا فتبال لك وأنا لن أعطيكم سؤالك ولكن سؤالك على الحقيقة والحقيقة 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 أعتقد أنك تعرف ماميلوري سندانس مع أهل الأخير وأعتقد أنك تعرف الأخير الأخير وعندما أرى أرى أن الأخير تراجي هنا وعندما نرى أخير الأخير ليس كفتل تراجي لن كفتل تراجي لذلك فتريق ويدات لم نتعرف إلى العربي لكن أخير الأشياء أكثر لأن ألي لم تراجي سندانز في ساد أفريقا أولا لكنهم أشعرهم هنا فقط قرر بلد من المحلات ستكون لديك ستكون لديك لكننا نحن الأهلي سنعب لأحد أحد وليس لديك مستقبل أنه ستكون أول مدموع ستكون أول مدموع أفريقيا ولكننا نحن نعلم سيبا لديهم فرقة جيدة فرقة جيدة لديهم جيدة لديهم أداء استثنائي واستهلوا في مكانهم نفسه 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 ولكننا نحن الأهلي ولكننا نحن الأهلي لدينا تسع نجوم لدينا الأندية التنزانية ملهاش تاريخي يذكر أمام الكرة المصرية وأمام النادي الأهلي تحديداً هنا في مصر ومع ذلك النهاردة سنبا في دور المجموعات لم يخسر ولا مباراة وده يمكن دافع قوي جداً أنه يظهر النهاردة على أرض بطل القرن الأفريقي وهو النادي الأهلي بدون هزيمة أيضاً عشان نتكلم أكتر ونقرب أكتر من مباراة بكرة نوانا طبعاً في بداية الحلقة عن حرس المرمى الكبير طبعاً كابتن أمير عبد الحميد عشان يتكلمنا بالتفصيل عن المباراة دي من وجهة نظره طبعاً الفنية والتحلابة برحب بك وكل سنة وانت طيب ومنور في البيت الكبير أهلاً بك يا ساهم أنا سعيد جداً معك طبعاً مع كابتن هاني رمزي ودائماً سعيد أنه موجود في بيتي يعني قناة النادي الأهلي منور دايماً وانت بألف خير يا رب ساهم أنت طيب وأيام سعيدة إن شاء الله دايماً أمير يعني ساهم تكلمت في نقطة مهمة جداً هناخد منها وهناخد من اللي يمكن كان فيه مؤتمر صاحبي الميستر المسلماني ومحمد الشناوي اتكلموا على نقطتين ونحاول نتناقش في النقطة دي أولاً نقطة اللي تكلمت عليها ساهم سينبا من أعتقادي هو الحصان الأسود لدور المجموعات خلال المباراة كلها مخسرشوا مباراة وبالتالي عنده حوافز لاستمرار هذا الريكورد الحلو الجزء الثاني موسيماني اتكلم كمان على نقطة بعض جاميري النادي الأهلي شايفها لا مؤلقة شوية موسيماني قال مش بالأولوية إنك تكون أول المجموعة عشان تاخد البطولة حمد الشناوي كمان اتكلم إنه المباراة بكرة ليه أهداف خاصة كلمنا يعني في الشمول اللي قلتلك عليه دوت رؤيتك لمباراة سينبا أهداف النادي الأهلي مشوار النادي الأهلي في دور التمانية كمان هيكون عامل إزاي هناخد أول حاجة كابتن للنقطة الأولى اللي حالك تكلمت فيها اللي هي طبعاً إن السينبا تنزيني ده يعني أول مجموعة وحسان أسود وكده أنا عايز أقول له حاجة عارف كلام ده كابتن هاني إن البطولات دايماً البدايات مهمة جداً كان السينبا كان كان اشتغل في الأول وكان موفق في الأول بدأي حافظ وانتها في حياة المكسب بيجيب مكسب وبعدين بيأخذوا ثقة كبيرة جداً والثقة الأكبر إن النهاردة أنا حسان أسود ومعايا فريق كبير زنادي الأهلي هما بيصدقش نفسه إنه هو النهاردة بطل أفريقية معايا في المجموعة وانا أنا بأطلع أول فبيأخذوا ثقة كبيرة جداً والفوز بيجيب فوز فبتدي هما يلعبوا على الحتة دي في نفس الوقت مطشينا معاهم اللي هو الأولاني كان في باد لاك لينا الفريق كله كانت في حالة مش كويسة اللعبة مكتش مركزة خطفوا جول كما كناش موفقين في الهدف اللي احنا ضيعناها والفرص اللي احنا ضيعناها كسبوا المطش واحد صفر فهم الدولة يعني الأول مجموعة عندنا مطش بكرة بإذن الله إن احنا إن شاء الله نكسب ونوري الفريق سمت نزال إن احنا أبطال أفريقيا وإن احنا يعني كنا جادرين بإن احنا نلعب في كاس العالم الأندية وإن احنا اسم كبير جداً في أفريقيا فبالتالي مطش بكرة إن شاء الله أنا متأكد إن شاء الله اللعيبة هتبقى مركزة اللعيبة هيبقى عندها حافز كبير جداً ونأخذ بقى الجزء التاني اللي هو مش الأولوية إن أنا أكون أول مجموعة عشان أخذ بطولة أفريقيا إن دي مجموعة وفيه مطشات نهائية وفيه أدوار انت بتعدي كلما تعدي دور بتوصيل الفاينال والهدف الكبير اللي انت بتحققيه أو اللي الناد الأهلي عايزه مش إن أنا أطلع أول مجموعة أو أكسب مطش لا الناد الأهلي دايماً بلعب على الهدف الكبير وهو بطولة أفريقيا وإن شاء الله عشان تبقى للمرة عشرة في تاريخنا بإذن الله فبالتالي يعني مش هنبصل دي هنبصل الهدف الأكبر إن إحنا ناخد أفريقيا وبكرة إن شاء الله مطش ثلاث نقاط زي ما بيقولوا وبإذن الله حتى كده كده أول سنبق كده كده أول مجموعة وهنلعب بكرة بإذن الله باسم النادي الأهلي وبسقط النادي الأهلي وبالروح بتاعت النادي الأهلي عشان نقدم مباراة كويسة تليق باسم النادي وإن شاء الله نسمة تلاقش من أي حاجة ولسه فيه هدف تاني اللي هو البطولة أفريقيا وده الأهم بإذن الله بإذن الله ممكن نتكلم عن ظروف متشابهة حتى بالأرقام يعني كان تاني المجموعة النادي الأهلي الموسم اللي فات كان وصل برضو وتأهل دور التمانية وربع النهائي ب11 نقطة وإن شاء الله بكرة يعني من تمانية ل11 إن شاء الله قريبة جدا جدا كمان كان التأهل من أم درمان الموسم اللي فات فكلها ظروف يمكن متشابهة لكن النهاردة سلسلة لا هزيمة اللي حصل الفريق سامبة التنزاني تخليه عنده دوافع قوية جدا جدا إن يحافظ على نفس المستوى ده ويكون الحصان الأسود للنهاية مش بس في دور المجموعات النهاردة وتخط أوعد مشوار كبير يا كابتن تفتكر المدير الفني بيفكر إزاي أمام بطل القرن النهاردة لو دخلنا كده في عقل المدير الفني تفتكر بيفكر إزاي في مباراة بكرة عشان يكمل سلسلة لا هزيمة اللي احنا منتكلم فيها نبصي هو طبعا هو عارف كويس قوي إيمة المباراة بكرة وعارف النادي الأهلي يلعب على المكسر وعارف النادي يلعب على أرضه وعارف كويس قوي أن النادي الأهلي ما كانش فيهم في المطش الأولاني كان عندهم على أرضهم فبالتالي مش شرط برضو إن أنا نهاردة أول مجموعة مش شرط إن أنا نهاردة حسان الأسود زي ما بيقولوا إن أنا أوصل لنهائي مش شرط إن أنا وأعتقد إن فيه تغيراتي كابتن هاني الفترة الجاية إن ممكن سنبه في الأدوار اللي بعد كده هتخسر والنادي الأهلي هو اللي هيكمل ده الطبيعي يعني لكن هما زي ما قلتم ما مصدقوش نفسهم إن النهاردة النادي الأهلي معنا في المجموعة وإحنا أول وبنكسب كسبنا النادي الأهلي أول مباراة تمام فبالتالي هو أكيد عنده أمل بسيط لكن هو عارف إن النادي الأهلي بكرة هيكسب مباراة أنا البسيط آه لأنه عارف إن هو بكرة مش هي يعني هيأمن نفسه وعارف النادي الأهلي هيضغط من أول اللقاء وعارف النادي الأهلي هدفه إن هو هيكسب اللقاء لأن النادي الأهلي مش هيقبل بهزمتين متتاليتين زي ما بيقولوا فبالتالي هو هيلعب على العمل النفس شوية هيبلعب بثقة هيبتدي أفل شوية كابتن هاني النادي الأهلي هيهاجم وأتمنى إن شاء الله النادي الأهلي بكرة اللعبة تتبقى مركزة وإن شاء الله يعملوا لقاء باسم النادي وإن شاء الله بإذن الله أتمنى التوفير أنا أعتقد برضو أمير إن النادي الأهلي كمان محمد الشناوي كلم في النقطة دا يتويراباتها مباراة المريخ إن إحنا ما كناش موافقين في الشوت الأولاني وكان من شكر اللعيب على المجهود في الشوت التاني والعودة تاني للمباراة والنادي الأهلي زي ما أنت بتقول مش متعود حتى يلعب 20 و20 و4 أو النتائج تكون مهزوزة دا بالنسبة النادي الأهلي لكن على مستوى دي جموز المدير الفني هو كمان بيلعب بدون ضغوط هو زي ما أنت بتقول بيلعب قدام النادي الأهلي هو ضمن التأهل واعتقادي كان بالنسبة له خطوة كبيرة جدا إنه يتأهل لدور التمانية وبالتالي الشكل الفني داخل المباراة بالنسبة لنادي ياسمبا واضح إنه ممكن جدا زي ما بتقول يأمن ويعتمد على سرعات قدام شكل الفني النادي الأهلي هل النادي الأهلي حي يبدأ بيعناصره الأساسية هل مستر المسلماني هدخل بعض العناصر الجديدة في المؤتمر الصحفي كان بيقول أنا مش هريح لكن مجبر لأن خايف من الإصابات والمشوار اللي جاي مشوار طويل جدا انت شايف إزاي يعمل المعادلة دي تنميحافظ على اللعيبة بشكل كبير جدا للمشوار اللي جاي وفي نفس الوقت يكسب المباراة بأداء ونتيجة كويسة أنا شايف من وجهة نظري إنه هو مش هبقى فيه تغييرات كبيرة كتير إنه هو هيلعب بالناس الأساسية ممكن يغير واحد أو اثنين وفي ظروف معينة ظروف إصابة في ظروف مثلا حد موقوف في ظروف حد مجهد لكن نهارده أنا عندي اللعيبة كلها عندها استعداد لمباراة ومركزين في نفس الوقت عندي لعيبة دولية عدد كبير جاهز وكان بلعب بشارك مع منتخب مصر وفي نفس الوقت مجهد مجهدين بس يعني عندي وقت كابتن الفترة برضو يعني منتخب مصر يعني فيه وقت كويس كافي بعد المباراة إن أنا أريح اللعيبة وإن أستشفى كويسة فأنا شايف إن اللعيبة بكرة مثلا المسلمين هيلعب بالفول تيم وممكن يبقى فيه تغييره أحد أوتين للإجهاد لكن هو هيلعب على هدف المكسب وهيلعب من أول البداية أو حتى لو نصير المباراة قد أن إحنا ضمنين المباراة وشكلنا كويس ممكن يدفع بعض العنصر جديدة وليد سلمان نتكلم على ناصر مير نتكلم على بعض اللعيبة اللي ممكن يستفيد منها ويجهزها بدنياً وفنياً للمشوار القادم لأنه بعد كده تعارب دخلين على دولة معارقة كل تلات يام ماتش وعندك بطولة أفريقيا كمان بعدها وكاس فالموضوع دي حسابات خاصة يعني أعتقاد دي حسابات خاصة وممكن من وجهة نظري برضو إن ممكن يبدأ وليد سلمان وليد سلمان اسم كبير وفقايمة الحمد لله خبرة كبيرة وليه بصمته في الملعب فممكن ممكن يحط وليد لأن وليد كده كده مستعد بشكل كويس رجع من أصبار كويس وشارك ولعب مباراة الشباب ضد النادي الأعلي ماشي في التابنين كويس جدا ممكن أنا بتبع وليد كمان وليد الناس المهمة جدا الناس بتحب النادي جدا من اللعبة الكبيرة موجودة في الفرقة أعتقد إنه هو ممكن مستر المسلماني يبدأ به المباراة بحيث إنه برضو يجهزه ممكن ما أنا قلت حدوك هيبقى تغيير واحد أجلين بحدود لكن إحنا دايما إن شاء الله مستعدين اللعبة كمان اللعبة كمان وساعد الفريق على الأداء الكويس وعلى المكسب فأنا شايف إن اللعبة كلها جاهزة مصر المسلماني هيلعب بالفول تيم تغيير واحد أو اثنين حتى لو وليد ما بدأش أو ناصر مهر ممكن يبقى ليهم دور في الشهود التاني بإذن الله حسب نتيجة المباراة طب بمناسبة التغيير اللي حضرية بتكلم عليه المحدود جدا هل الفكرة دي برضو تنطبق على مركز حراسة المرمى ولا إحنا بنتكلم بطبيعة الحال إنه مركز حساس جدا جدا فعملات التدوير فيه بتكون بصعوبة شديدة جدا مع فكرة إنه بكرة يبدأ بعلي لطفي مثلا ولا لأ يبدأ من أول الشوت الأول والشوت التاني يكمل بالشناوي ينزل الشناوي لا أعتقد إن الشناوي ممكن يبدأ اللقاء هيلعب بفول تيم علي طبعا حارس كبير وحاس مستوى كويس جدا ومعانا مصطفى شبير طبعا لكن اللقاء بكرة إنه اللي عايز يكسب فمش ده مثلا عيب عالي أو عدم ثقف عالي أو الكلام ده لا يلعب بشناوي إنه عايز يلعب ويكسب لكن أعتقد إن ممكن الكاس يبقى فرصة للبدلاء ممكن بعد كده لو إحنا كان كنا إحنا مثلا أول كابتهاني بفرق كذا نقطة ممكن كان يدي فرصة في خلال مشوارك أمير ما صادفش أنت يعني الفرقة تأهلت ويمكن الجهاز الفني فكر مش هقولك الصف التاني لكن اللعيبة اللي متاخدش مباريات كتير من خلال خبراتك أو من خلال تجربتك عديت على المرحلة ديت وكان إدارة الإدارة الفنية كان بيتعامل معها إزاي عديت يا كابتن كان ساعتها لما كان لما الحضري كان ماشي من النادي كنت أنا كملت بطلقة أفرقية كان كنا إحنا صعدنا أول مجموعة بفرق كذا نقطة وكنا هلعب أسك أبجان هنا في القاهرة يمكن ماتش الأولاني كان صعب جدا نتعديلنا صفر صفر هناك وبعد كده بتدير نكسة بقى نمبة وصعدنا أول مجموعة بفرق كذا نقطة وكان ساعتها مسلمان الجزيرة رايحني وريح في لافيو وجل بيرتو المباراة لها المباراة مشابهة مشابهة للقاء بطاعة بكرة مشابهة لها وكنا في فرق ابناط كذا نقطة يعني وفي نفس الوقت كان ساعتها كان رايحني أنا وفلافيو وأعتقد واقي الجمعة وكان جل بيرتو وبركات حاجة كده ممكن لعب بس بنصر الخبرة كان أبو تريكا لعب وكان لعب يعني أعتقد كان بعض الناشئين مش ناشئين كان ساعتها في لعبة كانت لسه جاي جديدة ما خليتش لسه مباراة ولعبه اللقاء ده وكان من رايحنا لكن أنا أعتقد أن الزلوب بكرة يعني نادل آيلي عايز يكسب نادل آيلي عايز يبقى شكل ليه عايز يكسب طبما أنا بالنسبة لي دي مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لي أنا كده كده متأهل أنا كده كده تاني المجموعة مدى كلام بالبعض برضو يعني فليه كده كده لازم يبدأ بالشناوي ليه كده كده لازم يثبت التشكيل والتغيير يتم في حدود وارد كل شيء وارد ممكن لكن أنا أعتقد أنه هو هيبدأ بالشناوي أعتقد أنه هو هيبدأ بالناس اللي هي الأساسية ممكن يغير بعض المراكز في الإجهاد يدي فرص زي ما كابتن هاني قال لوليد لناصر يعني ناس معينة لكن هو أعتقد هيلعب بالشكل الأساسي عايز يكسب اللقاء برضو لأنه كان فيه كلام كتير الفترة الأخيرة واللعيبة عايزة تكسب أعتقد أنه ممكن يبدأ ويهمنا بكرة أساس نقاط مهمين فلازم يستمر على النهاردة أن أنت تكسب اللقاء ويبقى الشكل أحسن ونستعد بقى إن شاء الله للمتشاط اللي جاية فيه فرصة للكاس لللعيبة اللي هي ممكن ما بتشاركش عندهم فرصة أي أنت شايف مباراة الكاس هي الأعرب لاشتراك معظم اللعيبة اللي ما بتشاركش على أساس مباراة الكاس رغم دايما مباراة الكاس بيبقى فيها انفاجئات لكن يمكن الفوارق الفنية ما بين طبعا نادي النصر ليه كل الاحترام لكن أنت شايف أن مباراة الكاس هي دي اللي ممكن مسلماني يعني حط فيها أكبر عدد ممكن من اللعيبة اللي عايز يجهزها فرصة كويسة كابتن يعني الكاس فرصة كويسة للناس اللي ما بتشاركش يمكن ده كان مستمعان الجزي كان بيعملها قبل كده أن الحضر بيلعب بشكل أساسي وأنا كنت بقى أخد الكاس كله كان قاسم بقى داية كان قاسم على طول يعني أنت بتاخد متشاركة كاس كلها كاسك على طول من أول لقاء من أول ماتش لحد الفاينل لحد الفاينل ده كان على طول دايما الحارس البديل هو اللي بياخد الكاس مصر كله ولكن أنا شايف بكرة إن شاء الله لو ربنا كرمنا بكرة بنتيجة كويسة من البداية أو شوت الأولاني أعتقد ممكن مسلماني يريح الناس وبرضو متش الكاس يدي فرصة للبدلاء أعتقد فرصة كويسة ديديجو ميز المدرب الفني الحالي لسنبا التنزاني وكان قبل كده مدير الفني الإسماعيلي وأكيد عارف الكرة المصرية إزاي وعلى رأسها طبعا في رئي النادي الأهلي تفتكر الأوراق المفتوحة ديديجو ميز ممكن تمثل نقطة ضعف بما أنه نتكلم عن نقاط القوة والضعف نقطة ضعف بالنسبة للنادي الأهلي أمام سنبا بكرة لا هو عارف أنه يلاعب من اسم كبير بلاعب نادي كبير عنده الناس اللي هي بتلعب أساسي زي البودلاء هو واحد وبعدين نقضل إحنا لو رايحنا بعض اللعيبة هنريح من الناس الأساسية فهيبقوا بودلاء فالبودلاء عندنا زي الأساسي بالضبط الحمد لله عندنا وفر من اللعيبة حتى كمان فرق معنا جدا اللعيبة اللي راحت أعاركت نهاني ورجعت صحيح فبقى عندك عدد كبير وخدوا خبرات زي نصر مهر زي أكرم وشريف وكل الناس دي كانت إعراض ورجعت فبالتالي الحمد لله عندنا وفرة هو عارف كويس أو النادي الأهلي هيلعب على المكسب وعارف النادي الأهلي مش عاعدته أنه هو ياخد مركز تاني مثلا في بطولة كبيرة زي بطولة أفريقيا فبالتالي هو أكيد عمل حسابه للنادي الأهلي وهو بلاعب النادي الأهلي مش بلاعب بطولة النادي الأهلي ولا أساسي النادي الأهلي وبلاعب النادي الأهلي البطل البطل أفريقيا فبالتالي عمل مئة ألف حساب لكن هو بيتكلم معهم في القوضة أنه عنده خسقاء أنه هو أول مجموعة ومثلا إلعابه للمتعة وكل ده هيتقلو هو هيقوله للعيبة فلكن النادي الأهلي في المقابل أنا نازل بروح النادي الأهلي بالإصرار بتاع المكسب بالتركيز بتاع المكسب كل ده النادي الأهلي أعتقد إن شاء الله هيقابله بكرة من خلال متابعتك أمير لأداء النادي الأهلي في دور المجموعات والنادي الأهلي يعني حقق المطلوب منه بالتأهل إيه اللي مطلوب من النادي الأهلي لدور التمانية تعارف دور التمانية عندنا مواجهات قوية مواجهات قوية جدا مع فرق كبيرة لكن يبقى النادي الأهلي طبعا هو المرشح الأقوى للحصول على هذه البطولة فنية انت شايف إيه اللي كان النادي الأهلي أقدر أقول أهلي من المتوسط فيه ولازم يحسن النقعة ديت فيه خلال دور التمانية إن شاء الله وخلينا وطحينا كابتن الفترة أخيرة أو مستوى النادي أو اللعيبة الفترة أخيرة ما كناش مركزين كان فيه سليبيات كتيرة كفي عدم تركيز في البوزيشنز الموجودة في الملعب ده سبب أخطاء عندنا وبالتالي دخل فينا هداف بالتالي عشان النادي الأهلي دايما متعود أنه هو فاعل مش رد فاعل فبالتالي احنا كل مرة احنا بنبدأ بالأهداف بنبدأ بالمكسب وكده الفرق التاني هاي اللي بتبقى عندها رد فاعل فديجوز هي مهمة جدا أنك تخلي بالك أنك في المباراة اللي جاية مطالب أولا من بداية أنك تفرض شخصية النادي الأهلي أنك تبقى الفعل لأن المباراة اللي عدت الدخول فيها شوية مش باستهتار دي بالضبط يا كابتن النهاردة اللعيبة أصلا أي لعب أو أي نادي بيلعب ضد النادي الأهلي هو عامل حساب مئة ألف حساب للنادي الأهلي فبالتالي لما يلاقي النادي الأهلي هو ابتدى يبقى جريء على لعبة النادي الأهلي وجريء على النادي الأهلي دي مش عادته فبالتالي لما يهاجم ويجيب جول في النادي الأهلي وعدين يكسب التركيز بيعلى سقط بتزيد فبالتالي النادي الأهلي معروف في افريقيا وفي كل مكان الناد الاهلي فعل. هو ده اللي احنا تعلمناه احنا صغارين. تعلمناه في الشباب. الولاد الصغارين بنعلمهم ان انت فاعل دايما انت بتبدأ. انت اللي دايما بتحرز هداف دايما انت اللي بتبدأ بتلعب على المكسب على طول. فبالتالي هم وبتصدقوش نفسهم ان احنا جيبنا جون في الناد الاهلي بياخدوا ثقة. انت هفوة كده بعدم تركيز لقيت جون التاني دخل في عبالما ننم نفسنا تاني. بناخد وقت. ضيع وقت. وبضيع الوقت. اه تأهلنا ولكن احنا جيبنا جول في الناد الاهلي مش عطوا الناد الاهلي يجيب تعادل عشان يتأهل في الاخر ثاني. الناد الاهلي دايما بيكسب في الاخر ثاني الناد الاهلي بيبدأ اللقاء بتركيز. بس كان مهم برضو الجون ده امير. مهم جدا. مهم جدا. مهم جبتا عيسى ابراهيم. طبعا. لان تفرق جدا انك حتى بتتغلب. يعني حتى لو قدر الله ما كانش لها داعب انت اقول بنسبة كبيرة لكن. اصرار الناد الاهلي كمان وانت في اسوأ حالاتك ودي يعني استهمة الفرق الكبيرة وانت كمان بتقدي باداء مش كويس. انك لأ بتصر حتى للدقاء الاخيرة انك ما تتغلبش على اقل تتعادل. وبان من فرحة ياسى ابراهيم الجزائي اللي بتكلم عليها لأ احنا وحشين. لكن احنا قدرين ان احنا كمان نحرز. وعلى اقل شيء ان احنا كمان نتعادل وده شيء مهم اعتقد يعني. بس لك يا احنا كسبنا الفاينال وكسب. قابليها بقى وصلنا للنهايات في اسوأ حالتنا واخسرنا اه بس احنا كنا في اسوأ حالتنا ووصلت الفاينال. طبيعي الناد الاهلي يبقى في الحتة دي. الناد الاهلي دائمين هو بلعب على الفاينال وكده. لكن اننا النهاردة ابقى في عدم توفيق في اصابات مؤثرة عندي في الفريق. اصالت معايا في عدم توفيق ان انت كرة وارد انك انت النهاردة ممكن تروح بكرة بتجيب جوال بتكسب بها اللقاء. وفيه ساعات بتروح بتضيع. بتيجي عليك انت بكل سهولة بعدم تركيز يدخل في الجول عمل ما تلمي نفسك هي كرة كلا. بتحسن. لان دي الاهلي دايما اكيد هيتعلم من الاخطاء اللي فاتت. من السليبيات اللي فاتت. بحيس ان هو ان شاء الله بإذن الله. زي ما كابتن هالي قال. وحضرك قلتي. ان الفترة الجاية انت عندك ماتشات صعبة. عندك تمانية وقبل انهائي وانهائي ماتشات صعبة جدا. مش هتستحمل اي اخطاء تاني الفترة اللي جاية. فانا شايف ان اللعيبة ان شاء الله. والاسابات العالي كل رجع. والاسابات اللي موجودة ان شاء الله. مع عودة وليد سليمان. مع التركيز مع اللعيبة تبقى عندها. اللعيبة كانت موجودة في المنتخب. رجعت بحاجة ايجابية زي محمد شريف. بدوافع كبيرة جدا. هذا جاب جول. لعب اساسي شارك مع المنتخب جاي بثقة كبيرة جدا. اه اجهاد. لكن مع الثقة والحاجات دي كلها. ومستعد الماتش زي ده وبطولة زي دي. اعتقد ان اللعيبة ان شاء الله يبقى لها دور الفترة الجاية. وبإذن الله. لكن لازم يفهموا ان بيلعبوا في الناد الاهلي. بيلعبوا على الهدف اللي هو الاكبر البطولة والمكسب. يتعلم بس طبعا السليبيات. الفاتح اعتقد ان مستر المسلماني قاعد. وعمل محاضرات. وقاعد مع الناس. وقاعد مع الناس الكبيرة. وهو دايما بيعمل اجتماعات ودايما بيكلم في الحتة الامور الفنية والنفسية كويس جدا جدا. اعتقد ان خلاص دي تقول ده صفحة. وتقفلت. عايزين بقى نبدأ من بكرة بإذن الله نستعد. لاني عندي كمان يا كابتن هاني بطولة تانية كاس مصر بعديها. ونستعد بقى ان شاء الله الدور التمانية في أفراقيا بإذن الله. بمناسبة دور التمانية في أفراقيا. وبعيدا عن المؤثرات الفنية النهاردة. في من الفرق اللي احنا ممكن نقابلها في دور التمانية. بعض الفرق لها او يعني معروفة بعلاقاتها الخارجية. لا. معروفة بعلاقاتها الخارجية. وده تحديدا من المؤثرات الخارجية اللي بعيدة تماما عن كرة القدم. وممكن بيغير في النتيجة بشكل كبير. ويمكن حتى يعني عديد من ضيوفنا يعني كان بيقلقهم الموضوع ده. فرق لم نسميها. ولكن نتكلم في دو تأثيره على النادي الأهلي. ان شاء الله يا رب. يعني بعد بعد الفاصل انا عارفة سويني. بعد الفاصل. بس هل ده ممكن يضغط على النادي الأهلي او يؤثر على دور التمانية او دور ربع النهائي. كابتن امير عبد الحميد يوجد بعد الفاصل. خلاص بدأ الاستعداد النهائي لمباراة بكرة. المباراة اللي من وجهة نظر كابتن كريم كابتن امير عبد الحميد والحقيقة. وجل جمهور الاهلي بيتمنى انه الاهلي بكرة يكسب. ولا حاجة غير المكسب. ما تنسوش تشاركونا النهاردة على يعني السؤال اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة. تتواقع النتيجة كم؟ من سيحرز الاهداف علشان ندعض الفاصل التاني. هنستعرض اجابات حضراتكم بالتفصيل. ولكن كنا سألنا السؤال قبل الفاصل كابتن امير. فرحب بيك مرة تانية. عن المؤثرات الخارجية اللي بتتدخل احيانا. وبتكون في نفس الوقت بعيدة عن كرة القدم. هل في دور التمانية ممكن قابل من الفرق اللي بتتحكم بهذا الشكل صحيح عندنا اتحاد افريقي جديد. عندنا اسماء جديدة. تشكيل لجانن ان شاء الله هيحصل. يعني تشكيل تشكيلات جديدة. بس يعني ده نوع من التخوف عند بعض الناس. يمكن زي ما انا قلت قبل كده والناس عارفة ان ندل الالي نادي كبير. مش هيفرم معا حكام بتحكم لطرف تاني او او ظروف معينة. احنا في تاريخنا كابتن هاني لعيب ندل الالي قابلنا ظروف اصعب من حكام. يعني قابلنا ظروف اصعب من حكام. ظروف ملاعب وظروف اقامات برا. في نفس الوقت يعني في ماتشات كتيرة جدا كان بيبقى علينا الظلم التحكيمي. احنا لو نفتكر ماتشة في الفين وخمسة او الفين وستة تقريبا كان بنلاعب نجم السحلي واتطرد مننا كابتن عماد النحاس ولين اتنين تنالتي متحسبتش احمد شيد اناوي وتقريبا واحدة وحدة بركات وكان على ارضنا لكن احنا كنا ممكن نكسر. ولكن احنا كنا ممكن نكسر. لانتقاء. عدد اعطاء. نصبعد وانتقاء. لانتقاء. لانتقاء. لانتقاء تانية. اه. لكن هي الفكرة كلها بس أن انت لو نوفق مش هيفرم معاك الكلام ده. والنادل قال لي دايماً. أنا بنزل اللقاء. عندي هدف. أنا أكسب اللقاء. وهدف الأجبر. أنا من خلال اللقاء ده أروح بطولة أفريقيا. يعني الفاينل وأخذ الفاينل. وأنا فيعتقد كمان تقريباً بمستوى التحكيم اللي شفناه في دور المجموعات. أعتقد التحكيم الأفريقيا بدأ ياخد شكل مختلف. ويمكن كمان مع عهد جديد. مع رئيس التحاد جديد. كان مهتم جداً بعدة نقاط مهمة. منها جزء التحكيم. منها جزء الملاعب. منها جزء تسويق للبطولة الأفريقية بشكل أفضل. أعتقد التحكيم محاقد برضو رأيك فيه سريعاً. تحكيم في أفريقيا إلى الأفضل. ولا انت شايف لسه عندنا بعض الناس أو بعض الحكام ممكن يكون لسه المستوى الفني أو المستوى التحكيمي. مش على قد في المستوى العالمي يعني نقدر نقول. والله كنت أنا شايف أن التحكيم الأفريقية في تصاعد كويس. تحسن. تحسن كبير. لأن الوقت الحكم بيبقى له اسم كبير فبيحافظ على اسمه. وعنده الناس كلها العالم كله بيتفرج عليه. عنده بيتقايم من خلال المشاركة اللي بيلعبها. بيلعب في بطلاط ممكن يتحط في اسم بطلاط أفريقيا. كل واحد بيخاف على اسمه. فبالتالي مش هيبقى يبص الحاجة إن هو يبقى مش فير في المتشاط. فرق الفار يا أمير. الفار لأن سنوات من سنوات كان فيها التحكيم الأفريقيا عليه بعض علامات لسفا ما كانش موجود فار. الفار كمان حس من أداء الحكام شوية أو إدى أو لو هي أن الحكم كمان أخطأ وقلت بشكل كبير. هو بعيد عن الفار يا كابتن. أنا شايف أن الحكام في مستوى كويس جدا. بصراحة. وعندنا النهاردة بنجي مثلا فاينال بتلاقي حكم أفريقي موجود. وفي حكام لها أساميها. فبالتالي النهاردة الحكام بقى يعني بقى في حكام موهوبة. في حكام بتالت اسمها كبير. فتحافظ على اسمها. البار تساعد طبعا وكل حاجة. لكن أنا شايف الحكام يعني مستوى كويس جدا. ولأن في مشاركات كتيرة جدا. كل واحد عايز يحط اسمه. كل واحد عايز يشارك في البطولات دي. فبالتالي لازم يقفير. لازم يبقى يلعب المباراة بشكل كويس ومحايد مع الفريقين يعني. بس في بعض الأحيان الأهلي برضو بيتظلم من موضوع التحكيم شوي. وده يمكن كنا استعرضناها قبل كده. بس النهاردة لأ عندك. يعني سلسلة من المعاناة الأهلي بيتعرض لها من قبل التحكيم. نتكلم بشكل عام. شو نتكلم عن مباراة معينة أو عن بطولة معينة. ده فرق يعني لسه فيه قصور ده في التحكيم ولا لا. يعني فرق للأفضل. ممكن في بعض الأوقات فيه أخطاء بتفرق في نتيجة لقاء. بتفرق في نتيجة أن أنت تصعد لدور. بتبقى أخطاء فردية. لكن الفار بينقص دولة الموضوع ده كابتان عاليم. الفار مش يبقى أخطاء في مباراة. مثلا في مباراة. أنا دايما المباراة ديت يعني عدم وجود فار كان عليه علامة استفاهم. مباراة لقدر الله ممكن جدا يكون فيه مش هقول خطأ مقصود لكن خطأ غير مقصود. يعني المباراة مثلا الأهلي وفيتا كلاب ضربة الجزاء اللي تحسبت. كانت أنا بتكلم عن النقطة دي عدم وجود فار في أدوار أدوار تمهيدية أو دور المجموعات. ده برضه علامة استفاهم أعتقد لازم الموضوع ده يتعدل في السنين اللي جاية. لأن احنا خلاص يعني البطولة الأفريقية بقت بطولة كبيرة جدا جدا أقدر أن كل كمان العالم بيتفرج على البطولة دا تخاصة في النهايات. فالموضوع فار ورجوع تاني عاسف لدور التماني أو لدور المجموعات. ده مهم في المرحلة اللي جاية أكيد. مهم يا كابتان دي مباراة حاسمة. ولقاءات حاسمة لازم لو هو مش بنسبة 99 في المية 95 في المية جويز الفار بينقص في بعض الحاجات لأن هيبقى ليه دور مهم جدا الفترة الجاية لأن انت عندك أدوار وعندك مباراة صعبة جدا وتوصلك الفاينال. فأنا شايف أن الفار ليه دور ولازم موجود يعني الفترة الجاية. لازم يطبق. اه لازم يطبق. لو عملنا كده عملنا استعراض سريع جدا للتشكيل. وانت مع ثبات التشكيل. وده له ايجابيات يعني. لو كحنا كده يعني مثلا ممكن تستعين بالورقة دي مش مشكلة. اتخذ القلم ده من كابتان هني. عشان ما يتخبطش. هو هو هو. معي قلم رصاص. هو التغيير مش هيبقى زي ما قلتك كابتان هني بعض العناصر كتير. هيبقى في بعض العناصر اه ممكن اه هنقول الشناوي. اه معرفش هيلعب هاني ولا اقرأ من ناحة اليمين بس اعتقد هيلعب بهاني. اه. النهاردة اه طبيعي ان انا لعب بدر بنون وياسر بس ياسر مصاب النهاردة. اه. ممكن يلعب اه ايمن اشرف ولاعب باكها من ناحة الشمال. طب مش فرصة انه يدخل سعد سامير او رامي ويشوفه مبارزة ايدي. مم. ولا انت شايف ان هما بقالهم فترة بعيد فخايف يبقى فيه مجازفة شوية. يعني الحسابات دي تحسابها ازاي. ادفع برامي او سعد جنب جنب بدر على اساس ارجعهم تاني للمباريات. ويبقى بيكا من ناحة الشمال. ولا انت شايف انه ممكن ايمن اشرف ولا يبقى باك شمال. ايمن كمان اعتقد محتاج راحة شوية. حسب حالة ايمن. حسب حالة. قابلت ايمن صدفة يعني. وكلمت معاه. كان وسهل جاي من السودان. قال انا لسه رجبتي فيها وجهة شوية او فيها بعض الاجهات شوية. فممكن ممكن برضو لو ايمن وقف عليه رجله كويس. كان بياني من رشح. اه. فلو هو كويس اعتقد ان ايمن هيلعب مع بدر. لكن انا شايف كاس يا كابتن هي فرصة كويسة جدا لان ادخل سعد ودخل رامي الكاس. لكن مطش بكرا انت عايز تكسب. ده ما يقللش ابدا من سعد ولا رامي. اتنين نجوم. اتنين لعبه كويسة جدا. عندهم خبرات. لكن طبعا كل واحد كان مصاب. وبعيدا فتر اللي فادت. فانا شايف ان بدر ممكن يلعب هو وايمن وباكة من ناحة الشمال. ممكن يلعب. هيغير بقى التغيير كله في الحتة اللي هي تحت الفيروت دي. ممكن تلاقي ان هذا طاهر واخد. ممكن تلاحسين الشحات بيلعب. ممكن يلعيح افشة. ممكن يلعب وليد يبدأ بي. ممكن يلعب شريف. ممكن يلعب بمروان. يعني فيه تغيير في الحتة اللي هي التحت. دي دي اكتر حاجة. ونصر اعتقد ان نصر ممكن برده كل الناس اللي بعيدة قوي قوي دي يدخل في الكاسة. لكن وليد هو عنده خبرات. وليدي الوحيد اللي ممكن جاي من اصابات او بعيد يدخل. وليعب المبرار اللي فادت. او اللعب ماتش اللي فادت. وليعب ماتش للشباب. فاعتقد ان وليد ممكن يبقى موجود. ديانج يبقى موجود في النص. وممكن يرايح عمرو يلعب باكرم. يعني حسب رؤية المدين الفني. بس انا شايف ان هو مش هيغير. يعني هيغير يعني نسبك كبيرة جدا بعض اللعيبة عناصر بسيطة. مش كتير. وعالي لطفي الكاس. وعالي الكاس. ممكن ياخد الكاس. هيكس هيشارك بعض اللعيبة اللي هي بعيدة. لك انا شايف ان بكرة بالنسبة كبيرة جدا هيلعب بالتشكيل الاساسي. يغير بعض الحاجات حسب الاجهاد. وحسب رؤيته هو برضو. ممكن يبقى لي موجود نظر احنا ما نعرفهاش. لكن انا شايف ان هو يلعب بالتشكيل الاساسي. ممكن بكرة يغير واحد او اتنين. في الحتة اللي في القلب. ممكن في الفرد. كمان تلاقي مروان. ممكن تلاقي حالة بواليا. ما معرفش ممكن هيبقى هيشارك او لا. حسب. نهاردة شارك في التمرين الجماعي برضو بواليا. ممكن يديره فرصة. ممكن يلعب مروان. ممكن مع ضغطات. وليسه راجع بواليا من الاصابة. يريحه ويبدأ بشريف قدام. يعني هي الحتة اللي في القلب دي. ممكن تلاقي طاهر. ممكن تلاقي حسين الشاحات. ممكن تلاقي وارد. وتلاقي ناصر. ممكن تلاقي وليد موجود. في الحتة دي هيغير. ممكن يرايح افشة عشان منتخب واجهات. لكن افشة دوره برضو مهم جدا. الافشة الوحيدة اللي ممكن في الحتة دي بيقدر ينقل دفاع للهجوم بسرعة. عنده رؤية كويسة. ومشارك. همزة وصل. اه طبعا. ناصر بيعملها كويس. ولكن ناصر بيقاله فترة. مع عشان كده. افشة الوحيدة اللي ممكن هو يزبط في الحتة دي وغير بعض الناس اللي هي جامعة. طيب. انا انا عايز اخدك. ويمكن كانت سام سألتك قبل الفصل على جزئة. معاينة مرتبطة بالخصم اللي هيكون ان شاء الله في دور التمانية. يمكن بعض الناس بناء على كلام سام خايفة شوية من الشمال الافريقي. ان احنا تلاقي بالتراجي او الوداد. الناس بيتفضل سانداونز. وهناس على جزء اخر يقولك. لا. سانداونز يمكن افضل الفرق الموجودة في المجموعة من خلال النتائج. من خلال الاداء. انت رأيك ايه في التلات فرق دول ومين على المستوى الفني. طبيعي النادي الاهلي باطل وعايز يكسب فعايز يكسب اي حد. لكن مين اللي يسنبب بعض الصعوبات للنادي الاهلي. من التلات فرق دول. والله جابت انا شايف زي ما حاك قلت النادي الاهلي. تلمس ارضنا. إسم كبير ونادي كبير لازم يبص لحاجة اللي. اي حد هيقابل النادي الاهلي لازم النادي الاهلي يكسب. بحيث انه هو يلعب فينال. فأنا شايف تلات فرق فرق صعبة جدا. سواء وداد او. عندنا كوكتيل من الشمال والجنوب. اه فرق صعب. ولكن اه. انت لو انت بتلعب. خلينا احطك في دور اللعيبة دلوقتي. لو انت بتلعب دلوقتي? بتلعب دلوقتي وبتفكر. اكيد احنا كنا اللعيب وبنفكر اه يعني في كل البطولات اللي دخلناها. كنا بنشوف القرعة قبل المباراة. مين? كل واحد فينا بيقول لا لا اتمنى يا ريت نيجي عن دل فرقة دي. لو انت لعب دلوقتي في النادي الاهل. وانت بتفكر كده تقول لا اتمنى ان انا لعب فرق اتنين. سان داونز تراجي الوداد. انا شايف ان الفرق شمال افريقيا متهايلي دي. بالنسبة لنا هتبقى اريح شوية لان عندك سان داونز لعبة سريعة. وعندك لعبة مكانات كبيرة. عندهم لعبة كويسة جدا. الحاجة الوحيدة اللي هي ممكن بس اكيد هتبقى يعني فيها حاجة اجابية. ان مستر المسلماني عارف سان داونز وعارف بلعب ازاي والخطة اللي بلعبوا بيها. ويمين المميز قوي عندهم. لكن انا شايف يا كابتن في المتغيرات اللي حبتحصل عدم وجود الجمهور. كنت ممكن اعكس الاش. ان انت عندك الوداد والشمال افريقيا الجمهور صعب جدا على ارضه. وهك عارف طبعا الكلام دا. بيفرق بنسبة 80 في المية. لكن انا النادي الاهلي يعني اي اي فرقة هتقابله لازم يلعب على المكسب. ومش هيفرق مع ده. انا هيفرق معانا انا 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 لعب ميفين فاينال. دا النادي الاهلي التفكير وكله. ولكن انا شايف من وجهة نظرين اي فرقة دلوقتي. في شمال افريقيا يعني لو لعبناها اعتقد هتبقى الدنيا كويسة شوية او ارحم شوية من سان داونز. برضو خبالك عندهم لعبة كويسة. بيلعبوا للمتعة وما تعرفش. يعني ممكن يلعب المتعة وما يكسبش بطولة. يعني دايما سان داونز. وجنوب افريقيا دايما بيلعبوا بشكل كويس. دايما نتاجاتهم حلو. بيقدوا اداء كويس وبمكسب يعني. اداء ومكسب. بالزبط. لكن دلوقتي انت عندك الفرق اللي هي شمال افريقيا اعتقد ان دا يبقى اسهل بالنسبة لنا شوية في المتغيرات دي. دا بالنسبة لو انا مسلا حابب ايه. لكن النادي الاهلي مش هيفرق معا بقى سان داونز وداد ترجي ما احترابنا كامل لكل الانداء دي. نادي الاهلي يلعب على المكسب دايما ويلعب على الهدف الكبير لان انا اخد طولة الفرقى. وارجع شارك كس عامل اداء تانية. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا كان معانا مؤتمر صحفي. مستر مستمعين محمد الشنوي كمان دلوقتي معانا مؤتمر صحفي لفريق سيمبا التنزاني. نشوف المؤتمر الصحفي لان من خلال كمان المؤتمر صحفي. هنعرف سيمبا بيفكر فيه في المباراة زيت. اه وصل كاول مجموعة لكن فيها هدف برضو لسيمبا من خلال المؤتمر الصحفي. ونرجع مع الكابتن الكبير امير ابن حمد. تنزانيا and we have to we have to communicate with them. so we we have a very tough match to play. it's very important for us to 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 show to everybody that we are progressing we are growing up. for sure we will finish in the first position in this group. but the job is not finish. we really want to make a good performance here. and we are very motivated to 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 stay hand beaten in this group. so we we come here with humility. but also with determination and ambition. thank you. what would you like to say about tomorrow's game? on behalf of the players i think we have a good team though we are also facing a good team but putting in our minds like this is a champions league group whereby it considers champions from different countries. so on our side we are prepared we still have to go off with our winning streak. and we are making sure like. excuse me just for the translation. we are ready to continue with our winning streak. we know we are away but we do respect. we are following what the coach will give us and then the rest will be done in the field. thank you. simba is growing up like i already say. we have a very good team. very strong player. 20 players in different national team. and uh for sure we we have uh we have played a very group uh a very good group. with uh one uh one win uh away one draw away we are in beaten. so we we want to continue because it's very important if we want to to go far in this competition it's very important to prove uh against a big team like uh halali that uh we are able to 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 get a good result. in the first match we we have done a very good performance. we deserve the win. because we 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 have shown uh a very strong defensive discipline. and against halali you 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 have to be very disciplined defensively firstly. but also we have shown a very good uh uh collective ability when we when we when we when we have the ball with a good ball retention. and these two processes uh with these two processes uh we are in the first position in the in the group and like i already say simba deserve completely this first position. and uh we don't have any player injury. we are here with uh complete effective complete squad. and it is very important. and uh and we we will play tomorrow with our best team. on this player. because like i say we are we are motivated. and uh the second question was. i forgot. ah my okay the yeah yeah the instruction. yes. no like i said to the to the player uh this afternoon in the video meeting. the first things we have to be very disciplined. defensively. no matter we play down or we play up we have to close the space. like we have done in the first match. but i try to to bring a lot of confidence to my player. also we have to play our game. we can be very dangerous. very efficient. when we have the ball. because we have a big individuality. like agere, mickey son, shama. we can make the difference every time in the match. and we can be able to make the difference. so uh. what i expect from my player tomorrow. discipline. and the free play is very important to, to keep the ball. and the free play is very important to, to keep the ball. like we have done in all the match. ss. what we have done in all the matches. what we are going to do. so we have done in all the football داف بكرة مين اللي يحرزها وتتوقع نتيجة المباراة كم من وجهة نظركم الحياة عندنا مشكلة يعني تكنيكل كده في انستجرام فعندنا بعض المشاركات من على فيسبوك وتويتر فقط النهاردة بنستعرض بعض الإجابات وبنبدأ من فيسبوك عمدنا أول مشاركة من أستاذ طارق أستاذ طارق موسى بيقول فوز الأهلي 3-0 بأقدام أجيه محمد شريف ومحمد مجدي أفشا أستاذ أحمد نبيل أدم نبيل مساء الخير حتى والإسمه قدامي بطلغبط برضو في الأسماء مش عارفة يعني دي دي ظاهرة عايزي الله حل أستاذ أدم بيقول مساء الخير إن شاء الله 4-0 للأهلي شريف أفشا مروان ووليد سليمان يا رب أستاذ علاء جمعة إن شاء الله الأهلي 2-0 محمد يسري 3-0 للأهلي محمد شريف طاهر ومروان هشام سليمان 1-0 وليد سليمان ده كان على الفيسبوك على تويتر محمد أمين بيقول إن شاء الله 2-0 للنادي الأهلي واللي هيحرز الأهداف حسين الشحات وبواليا إبراهيم تمام على تويتر بيقول 3-0 للأهلي بإذن الله بأقدام الحاوي وطاهر ومروان علي جاد إن شاء الله الأهلي يكسب 5-0 أجاية شريف أفشا بواليا ومروان عبدالهادي البطران بيقول إن شاء الله 4-0 للنادي الأهلي بواليا الشحات كهرباء والحاوي طبعا كهرباء برى القايمة لكن هو متفائل وكلنا متفائلين نتائج يعني كل الناس متفائل أمير بمباراة بكرة على مستوى النتائج وده بيدل على ثقة الناس في لعبة النادي الأهلي وزي ما سام بتقول قبل الفصل المؤتمر الصحفي اللي تكلم فيه دي جميز عن المباراة واتكلم في نقطة محددة واضح جدا الثقة في نفسه اتكلم على 3-4 نقطة هناخد النقطة الأولى اللي هو تكلم فيها إنه هو جاي وحريص جدا جدا إنه يستمر في سلسلة الله هزيمة إنه هو الفريق اللي في المجموعة ما تهزمش هيحافظ على ده بشكل كويس الجزء الثاني بيتكلم كمان على بعض الفنيات إنه هو حريص إنه يعملها زي ما عمل المباراة الأولى قال لك أنا هأمن دفاعتي بشكل كويس وههتمد بشكل كبير على بعض الأوقات على المهارات الفردية أو الفروق الفردية دي نقطتين هنتكلم معك فيها إنت شفت المؤتمر إزاي وشفت كلام دي جميز إزاي من خلال المؤتمر الصحفي أنا شايف إنه هو طبعا عمل حساب النادي الأهلي وعرف إنه همية اللقاء ماتش صعب وقال لك أنا عندي ماتش صعب بكرة وقال لك إنه أنا بلعب النادي الأهلي لازم بدفع كويس جدا وقال لك إنه أنا الماتش الأوليني كنت حق أنا الأقدر إنه أنا أكسب اللقاء وقال إنه أنا عايزة أكمل سلسلة الانتصارات وقال إن الأمور ما انتهتش لسه فيه لازم أكمل على كده لأنه عارف كويس أو أنت ممكن تطلع أول مجموعة وده خلاص أنت خلاص أول مجموعة تيجي في الدور التمانية لنفسك أنت بتخسر رايح جاي وتطلع من بطولة ممكن شوفنا قبل كده أنمبا كان قبل كده عمره مخسر عشر سنين إحنا كسبنا هنا وما وصلش الفاينل وطلع من البطولة القوتنا الكاميروني كان قبل كده برضو قعد عشر سنين ما بيخسرش وإحنا كسبنا وما صعد نهائي بس قدامنا وقابليها برضو ما صعد نهائي أو بعدينا وبعد بطولة بتاعتنا فهو عارف كويس قوي أن هو لازم يكمل مش دين نهاية الدنيا أنه هو أول مجموعة وبعد كده يطلع من دور التمانية عارف طبعا النتائج وقال أنه هو بيلعب بزقة وعندي لعبة كويسة كتير وعندي مجموعة كبيرة وعندي مهارات فردية كويسة قدر أستغلها بكرة طبيعي أنه هو يتكلم في النقط دي كلها أنه هو مش بصدق نفسه هو معايا النادي الأهلي في المجموعة وأنا أول مجموعة والنادي الأهلي تاني مش بصدق النتائج اللي حصلت قبل كده موفق طبعا المطشاط اللي فاتت تقدم مباريات كويسة كان محصوص فيها عشان كده طلع أول مجموعة النتائج هي الأخيرات تقول كان بصفقة كبيرة جدا أنه هو أول مجموعة ما أخسرش فطبعي أنه أول مجموعة مع النادي الأهلي Purrr 첫 اول مجموعة مع بطل النسخة السابقة وبالتالي هو أخذ ثقة كبيرة جدا وهو قال أنا عايز أثبت أن أنا كمان جدير بهذا المركز وقال حاجة مهمة جدا لازم أستمر لأنه عارف أنه ممكن لازم أكمل على اللي أنا عملته فأنت بتقول أنه نتيج اللي حققها في دور المجموعات هي اللي مخليها أنه هذا تصرحاته تكون بالشكل ده لاهجته تكون كده نحن كنا نمنا عن نادي الأهلي كتاريخ ولا سنبا التنزاني تاريخ أنا منطق يقول أن سنبا هو رقم واحد في المجموعة طبيعيا النادي الأهلي هو البطل الأفريقيا النادي الأهلي بطل النسخة الأخيرة النادي الأهلي اسم كبير بس الكرة الأفريقية حصل فيها تطور كبير فيها تطور ولكن ما نقدرش نقارنها النهاردة بالكرة يعني ما نقدرش نقارنها بالكرة بتاعت عشر سليم تاته لا أكيد اختلفت المواهب زادت اللعبة عندها فرص تلعوه في أوروبا بعد بطولة أفريقيا طبيعيا عنده فرص كيرا جدا هو يحترف يعني بالنسبة له أي لعب في سيمبا مثلا يعني طموحه مش النووي سفر بره بس يعني لو جاله عرض من نادي الأهلي طبعا ده طموح كبير جدا بالنسبة له فالنهاردة أما نيجي نتكلم على نادي سيمبا تنزاني مع النادي الأهلي إنه هو أول مجموعة على نادي الأهلي هو مش مصدق الكلام ده لكن النتائج خلتوا يطلع في المؤتمر الأرقام كمان يا أمير وخلينا نتكلم ما هو بيتكلم كمان بلغة الأرقام أنت من لغة الأرقام هو يعني دخل في مرمى خلال الخمس مبارات اللي فات هدف واحد وأحرص تسع أهداف تمام فهو يعتبر أفضل فريق على المستوى الدفاعي عشان كده هو بيتكلم في أسلحة وانت يعني كمان من خلال كده تقول لنا ممكن نادي الأهلي يستغل ده إزاي هو بيقول لك أنه أنا أنا هأمن دفاعاتي بشكل كويس أوي زي ما عملت هناك في سيمبا هو هستغل السرعات اللعيبة والمهارات الفردية وهو بيستغل كمان أنه هو عنده من رصيد من عدد الأهداف القليلة أو أنه هو أفضل دفاع في المجموعة وبالتالي شايف أنه دوت السيناريو حيخش به المباراة أنه هو هيدافع بشكل كبير جدا يعتمد على الكرات المرتدة هيعتمد على زي ما قال المهارات الفردية بيقول لنا عندي لعيب عندها مهارات فردية رقم 11 لعيب مميز جدا اللي هو جاب هدف هدف فينا في المباراة الأولى تفتكر السيناريو حيكون ماشي بهذا المنهج وإزاي النادي الأهلي يقابله عشان نحقق نتيجة كويسة مش هيمشي كابتن بنفس السيناريو الجو كان مختلف ملعب مختلف ظروف مختلفة النادي الأهلي راح بكم فرصة هو راح بكورة قعدة موفق فيها نترات شاط في الزاوية العكسية للشيرناوي ويتيجي ويبتده هما يدفعوا كويس رحنا بكذا هجمة فأعتقد أن الأمور هتختلف النادي الأهلي بكرة هو يلعب بشكل دفاعي ويعتمد على المهارات الفردية بعض اللعيبة النادي الأهلي بكرة إن شاء الله لازم يأمن في البداية ويضغط في نفس الوقت خطة متوازنة ولكن هو لازم يضغط أول ربع ساعة تلتي ساعة بحيث إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي لو جاب جول في الأول خلص الموضوع انتهى وهيبتدي يلعب على الأطراف وبتدي يلعب في العمق برضه أعتقد مع الضغط إن شاء الله نعمل نتيجة كويسة ونعمل ماتش كويس ونبتدي نركز بقى إن شاء الله في دولة الثمانية الأصعب الأصعب أنت يا أمير بتتوقع نتيجة كامة إن شاء الله بكرة وبرضو مين اللي هيحرز الهدف من وجهة نظر أنا هتوقع إن شاء الله إن شاء الله أننا في بداية اللقاء ممكن نجيب جول أول عشر دقائق ربع ساعة وبعد كده يعني إن شاء الله شوط الأولين هيطلع اثنين تلاتة ممكن بإذن الله لأن النادل أهلي هدف مبكر هدف مبكر هدف مبكر ده هيبالك حاجات كتير جدا وإن شاء الله نادل أهلي يفتح الجيد وهو هبتدي برضو يدافع برضو حتى ودخل فيه جول أول أو تاني هبتدي يدافع برضو إنه عارف إن بيلاعة من نادل أهلي وإن نادل أهلي عنده يعني حلول كتير جدا حتى في البودلة حلول كتيرة برضو عندنا مهارات فردية عندنا روح عندنا عزيمة كل حاجة موجودة بكرة بإذن الله هو بس عايز يحفز على شباكه نظيفة أو خالية من الأهداف أفتكيره ده اللي بيفكر فيه ده نهاردة هو عارف أنه بكرة هيخسر توقف عامير عليه نحن كمان يعني توقف كمان على بداية البداية دايما النادي الأهلي بدايات بتبقى مختلفة جدا والاستمرار في البداية يعني بدايات مباراة فيتا كلاب بداية رائعة اللي كانت طبعا هناك أنك بتبدأ ضغط على طول والأهم كمان أننا عايزين نتعلم من اللي فات أننا كمان الفرص اللي تجي لك تبدأ تهدف فيها وده كانت عندنا مشكلة صحيحة في النادي الأهلي ببراية فيتا كلاب اللي في القاهرة فرص كتيرة جدا جدا اتعلمنا الكلام ده ده كمان المفروض بكرة يتعمل علشان النقطة اللي أنت اتكلمت عليها خلال الفاصل أنك ما تدخلش الفرق الجيم أن فريق سين بقى بيحترم النادي الأهلي وبيلعب بطرية دفعية لكن لو فيه حس في وقت من الأوقات أنه بدأ يمسك وقال كلمة أنه أنا هستعمل الاستحواز هو من الفرق اللي بتعمل الاستحواز مش فرق أفريقية بتلعب وبتبقى الموضوع لا استحواز كامل فعشان دوت ما يتعملش إيه المطلوب من النادي الأهلي علشان ولا يستحوز يبقى الضغط العالي موجود الفرص اللي تجي لك تهدف منها ده مهم جدا في بداية المبراية هو قال كمان يا كابتل أنه مش هسيب مساحات لنادي الأهلي لأنه عارف كويس جدا أنه هو النادي الأهلي عنده حلول كتير وعنده سراعات وعنده مهارات وعنده قوة وعنده روح وعنده كل شيء فبالتالي هو هيلعب بشكل ادفاعي النادي الأهلي كمان مش هدوله فرصة أن يستحوز كمان النادي الأهلي هيدغط في أول عشر دقائق وربع ساعة أنه هو يجيب جول أول ده المفروض بقى النادي الأهلي لازم يقابل بدأ و النادي الأهلي هو هيعمل كده بكرة بإذن الله وموضوع أنه هو مش هيدخل فيه جول ويحافظ هيدخل فيه جول بكرة إن شاء الله والنادي الأهلي هيكسب بس ده حالة اللعيبة تركيز أخطاء اللي احنا حصلت فينا قبل كده نتعلمها مكنش فيه أخطاء بكرة إن شاء الله بإذن الله وملعب وارد أن يدخل فيه جول في أول اللقاء ده طبيعي في الكرة لكن أهم حاجة أمسك نفسي أبتدي أركز ولم الدنيا تاني ونظم نفسي تاني ولعب من بكرة والنادي الأهلي هيلعب على المكسب أكيد من أول اللقاء إن شاء الله وأنا متفائل إن شاء الله بإذن الله ودائما ما باجي معاكو هنا في أي مطش أو أي بطولة بنتفائل وبنكسب إن شاء الله نساعدنا البيت الكبير وإحنا بينا إن شاء الله خدنا التسعة وخدنا الكس عشان دي يعني إيه معروفة فأنا شايف النادي الأهلي بكرة بإذن الله في أول اللقاء هيضغط بخطة متوازنة وإن شاء الله بإذن الله ما يسيبش مسحات لي إن عندهم مهارات برضو وقال لك أنا هستحوذ النادي الأهلي مش هيددول فرصة أقصص للكلام ده فإن شاء الله بس أهم حاجة النادي الأهلي لازم يقفاعل ما يفعش أنا النهاردة أستحوذ أو أنا ما يخش فيها ما يجيبش جول ويدخل فيها جول هستقبل جول وابتدي تاني أدخل بقى برد فعل إن أنا عايز أتعادل عشان دورت في الكرة لكن أنا شايف هتدخل في حسبة مالهاش داعي دي رسالتك لللعيبة وبعدها إحنا مش دخلين مش بس المرحلة اللي جاية في دور التمانية الأصعب كمان أنت عندك دوري عايز تكمله عندك سلسلة من المباريات عندك الكاز برضو السوبر الأفريكو السوبر الأفريكو المصر ما تلعبش عندي زمالي كم في الدوري هدخل مع مطشو مهار طبعا مباريات كتيرة جدا مؤجر للأهلي كمان رسالتك لللعيبة إيه لو بتنصحهم دلوقتي نصيحة على المشوار الأصعب بالمفروض يعني في مشوارهم دلوقتي إيه كابتن أميريو يحب يواجهه لللعيبة يعني هقول لللعيبة أو كل اللعيب عارف أنه هو بلعب في نادي الأهلي بيلعب دائما على المكسب عليه ضغوطات كبيرة جدا كل مطش حتى في الكاز ومطشات سهلة مطشات صعبة نادي الأهلي دائما بيلعب على المكسب اللعيبة النهاردة عارفة أنه نحن النهاردة أبطال أفريقيا ما ينفعش أنه نبقى مركز تاني وده اللي حنتعودنا إحنا صغيرين وإحنا كمان في مرحلة الشباب حتى المكافآتنا كابتن هاي ما كناش بناخد مكافأة على المركز التاني تعودنا على ده إحنا صغيرين فأنت بتلعب في نادي الأهلي اسم كبير نادي كبير لازم تلعب على المركز الأول النهاردة ماشي ما كنتش موافق في بعض المطشات فبقيت أمر واقع أن أنت صعدت لكن النهاردة لازم تعرف في النادي الأهلي دائما فاعل ودائما بيلعب على المكسب لازم بداية من بكرة بإذن الله عشان مش عشان أكسب لقاء بكرة كده كده إن شاء الله اللعبة حط في دماغنا نازل مكسب بكرة أحسن الصورة الشكل كويس أخد ثقة المكسب يديني ثقة عندي بطولة تانية كاس زي ما حرك قلته وبعدين أطلقه للسوبر إفريكي عندي دوري مهم ودوري صعب عندي متشات مؤجلة عايزة أطلع أبقى رقم واحد طبعا الطبيل كالعادة فكل اللعبة عارفة الكلام دوت وأنا يمكن كلمت مع بعض اللعبة وكتير جدا قابلت أقيم أن أشرف كلمت إن أنا النهاردة ما ينفعش أبقى في عدم تركيز في اللقاء وكلمنا مع بعض أنا وهو فإن شاء الله بإذن الله اللعبة تكون عند حصة ظن الجميع وعندنا ثقة في اللعبة وعندنا ثقة فيهم إن شاء الله بكرة يعمل اللقاء كويس نستمتع به ونبص بقى بعد كده في الأقدار اللي جاية كان فيه خبر سعيد بمناسبة الأكاديميات وأنا عارف أن أنت مسؤول في أكاديمية النادي الأهلي هنا في الشيخ زيد أمير تماما كان فيه خبر حلوة أوي كلمني عليه سريعا قبل ما ننهي اللقاء إن كان فيه دورة بدأت حلقة الوصلة يكتمل ما بين الأكاديميات وقطاع الناشئين قلنا الأمور ماشية إزاي وطمنا كمان على شغلك في الأكاديمية وإن شاء الله بقى تفريق حراس مرمى على مستوى عالي زيك كده إن شاء الله الحمد لله احنا كابتن شاطة طبعا عمل شغل كويس جدا بيكمل طبعا شغل بتاع كابتة خالب بيبو عاملين سيستم كويس عندنا الحمد لله وده الأهم إن احنا عاملين بطولة دوري أكاديميات باسم كابتن مؤمن زكريا اللي بيتمنى يا رب إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة كده إن شاء الله دوري قوي دوري كبير بيطلع لعيبة كويسة جدا وبيبرز لعيبة كويسة جدا من الأكاديمية في تواصل بيني وبين الكابتن شاطة وبين الكابتن خالب بيبو في القطاع عندنا لعبة كويسة من خلال الأكاديمية إن شاء الله يفيدوا القطاع ويفيدوا النادي الأهل في المستقبل وإن احنا مبسوين جدا جدا دي دوري قوي جدا باسم الكابتن مؤمن زكريا دي حاجة كويسة جدا وحاجة يعني بسيطة ان احنا قدمها باسم كتنهومة زكريا اللي بيتمناله يا رب الشفاء ان شاء الله ويجعلاننا كده بالسلامة لكن عادة تطمين الناس عندنا حراس مرمى كويسين عندنا لعبة مميزة وموهوبة ان شاء الله يبقوا يفيدوا القطاع ويفيدوا النادي الاهل ممكن شوفهم برايب كبتن ان شاء الله بإذن الله شكرك شكرا جزيلا بجد نورتنا وشرفتنا دايما ودايما فعل الخير ان شاء الله كل التوفيق للنادي الآلي ومشكرك شكرا جزيلا يسير حالك كبتن وسهام وان شاء الله دايما تفوق وتقلق والتوفيق ان شاء الله شكرا جزيلا ليك كل سنة وانت طيب كل سنة وانتو طيبين ان شاء الله نيجي هنا يوم الحد واحنا بنحتفل وبنهني جمهور النادي الاهل الكبير جدا اللي في كل مكان بالفوز وتحقيق نتيجة إيجابية ان شاء الله ويحصل من خلالها على 3 نقاط برضو يعني مهمين جدا بشكركم شكرا جزيلا يوم الحد نتلاقى من عشرة لوحدة بالليل في البيت الكبيرس وعلا